ازايكم حبايبي عاملين ايه? هنبدأ دلوقتي ان شاء الله نحل اول امتحان في الميكانيكس. نفس الكلام في الميكانيكس طبعا على حسب انت القاهرة او جيزة او محافظة ايه? يعني الغرداء مسلا بيمتحنوا الماثل اول. فانت دلوقتي شايفني قبل ما تشوف الميكانيكس. بس انا عشان صورت الميكانيكس الاول فحسنا انا بقولي الكلام ده تاني. احنا عندنا ان شاء الله بعد ما تكون خلصت كلها. لبقى ان دي انت عندك تلات مراجعات. مراجعة الالجبرا هي عشر ساعات لكنها مهمة جدا جدا جدا. اي حد ما شافش مراجعة الالجبرا دي هيفرق معا جدا السنة الجاية في تلتة سنة. خصوصا ان فرع الالجبرا هو فرع صعب. فالعشر ساعات دول كلهم انت بجد محتاجهم عشان تقدر تكون فاهم وتبقى ضامن انك تقفل. حتى لو انت حنج صعب. بعد الالجبرا في مراجعة دي نص ساعة. بس لازم تحل شيت وان وشيت تو. بعدين مراجعة هي خمس ساعات بس يعني حلوة. اوكي? اه ولازم برضو تكون حلية الشيتس كلها. طب لو الامتحان خلاص لو انت بتشوف الفيديو ده اه والامتحان بعد بكرة ولا بكرة هتقول لي ايه ده طب انا هروح بقى دلوقتي اراجع? لا لا خلاص. لكن لو قدامك وقت تشوف المراجعات لو انت مشوفتهاش. وانا طبعا بتمنى من كل قلبي انت تكون شفت المراجعات دي كلها وتكون ايه? جاية تحل الامتحان. انا دلوقتي هعمل ايه? احنا عندنا خمس امتحانات لازم تحلهم. الخمس امتحانات دول بنفس المستوى بتاع تعليمات ورقة الامتحان بتاعة وزارة التربية والتعليم. فالخمس امتحانات دول هتيجي تخش الامتحان هتلاقي زيهم مش نفس المسائل لكن نفس المستوى نفس الترتيب او نفس التأسيمة. اتفقنا? كل المطلوب منك انك تعرفه قبل ما نبدأ ان انا بحل على اعتبار ان انت ايه? عارف المنهج. يعني انا مش هشرح حاجة بالتفصيل زي ما انت متعود علي. لو اول مرة تشوفني انت مش هتحس بحاجة. لكن اللي متعود علي هو متعود ان انا بشرح بالتفصيل. وليه عملنا كده? وامتا بعمل كده? وازاي بعمل كده? انا هشرح بسرعة نحل المسائل ازاي? لان الفيديو ده مفروض انه ما يطولش. اوكي? يلا نبدأ. يلا حبابي كده نشوف اول سؤال مع بعض. بيقولك ايه? ودك الاف اف اف تو بفور. اف اف تو بفور فيه ايه يا قرأة? والجي اف فور بثري. يبقى او كده ادك تو فونكشنز اوكي? واحدة سماها اف والتاني سماها جي. اه تو فونكشنز باسمين مختلفين. اه بيسألك بقى بيقولك انا عايز جي سيركل اف اف تو. يعني ايه جي سيركل اف? دي اسمها كومبوزت فونكشنز. يعني ايه كومبوزت فونكشنز? يعني انا بدخل فونكشن جوا فانكشن. فتعالنا نفتكرها بسرعة ونحل السؤال مع ان السؤال ما ياخدش اقال اكتر من عشرين ثانية. بص يا باشا. لو انا جيت قلتناك انا عايز اف سيركل اه اه جي. اوف اكس. تفهم بقى يعني ايه? اف سيركل جي. السيركل دي اختصار اوف اف اوف جي. اف جواها جي. والجي جواها اكس. بالترتيب. يلا كده هو. اف يبقى اف اوف ما هبص كده لما اكتب لك اف اوف اكس. دي كده اسمها اف اوف اكس. يعني اف جواها اكس. طب لو انا عايز ادخل جوا الاف حاجة. وجوا الحاجة حاجة. طب ولو عايز ادخل جوا الحاجة دي حاجة كمان انا ممكن اعمل اللي انا عايزه. اسمها انت عليك اتنين بس. فانت هو اف جواها جي. يبقى الاف جواها جي. والجي جواها اكس. ها ها. في حاجة صعبة? هتقول لي بس يا شربه. ده هو هنا عايز جي اوف اف. ايه ايه. طب ما هي هي. ما اللي خلناك تعرف دي تعرف دي. هو طالب ايه? جي. اوف اف. اوف اكس. اوف دو كمان مش مش اكس. يلا مليني. ها? واحدة واحدة كده على هدي. مليني. هتمسك من الشمال لليمين. جي. جواها اف. طب والاف جواها تو. في حاجة صعبة? ها. هتجيب بص بص باعل معاك. اول حاجة انت معاك الاف اوف تو? اها. بفور. يبقى الاف اوف تو دي. بك بفور. يبقى دا بيساوي ها? جي. جواها. جواها الاف اوف تو? اه اه. بس الاف اوف تو طول عب بفور. يبقى الجي جواها فور. تيجي تتفاجئ. تلاقي ان ميديك ال جي اوف فور بك بسري. يبقى الاجابة النهائية هي. ها? اي حاجة صعبة? يلا حبابي نشوف السؤال التاني. بيقولك ايف ايف اف ورح مديك الفانكشن اهي. اكس سكوير بلس اي اكس بلس لاين. اه بيقولك انها ايفن فانكشن. تقدر تقولي الايه? بكم? الايه دي اللي هي كوفيشنت الاكس. فاحدي قولي اشيل مستنى كده انا مش فاهم. تيجي نقرأ الاختيارات. زير ولا سري ولا سيكس ولا نيجاتيب سيكس. اه ها? انا احسس انها سيكس او نيجاتيب سيكس. ليه? ده حس الطالب الوسخ. طالب الوسخ. اه. يقولك اصلا فيه سيكس. وفيه نيجاتيبها. فاكيد هي واحدة منهم. طبعا الكلام ده مش حقيقي. وبعدين ما فيش حاجة اسمها كده في الماتيماتيكس. صالبين على النبي. بهدوء كده. تعال نفهم يعني ايفن فانكشن. اه لازم تبقى فاكر. انا قلتلك. انك تقدر تعرف الايفن فانكشن. الجيبريكلي. من حاجات معينة. والوان توان فانكشن. الجيبريكلي من حاجات معينة. افهم بس اللي انا اقوله لك. عشان الفانكشن تبقى ايفن. ها? عندك ايه او ايه او ايه او ايه يحصل. اول حاجة. يعني ما يكون اكس. او 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 كونستانت. يعني رقم من جير اكس خالص. او اكس باور زيله يعني. ها? مهم حاجة? او 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 كوساين اكس. او كوساين اي حاجة. مش لازم اكس. المهم انها كوساين. ها? يعني لو حطيت بربق جوة كوساين عادي مفيش مشكلة. التلاتة دول بس? اه. اللي انت اول ما هتشوفها ده لو هي فلونوميا. بتقدر تقول انها ايفن فانكشن. واحد يقول لي ايه ده? يعني لو في اكس عليها مش ايفن. تبقى دي كده مش ايفن فانكشن? اه تبقى مش ايفن فانكشن. واحد يقول لي ايه ده? تبقى اوت فانكشن? انا ما قلتش كده وما اقدرش اقول كده. وقت على لساني لو اقول حاجة زي كده. ركز تاني. انا اقدر اعرف بمجرد النظر البيلونوميا الفانكشن امتى ايفن او امتى اوت? اعرف منين انها ايفن? لو ما فيهاش حاجة غير التلاتة دول. بسا انكساين يعني نشيلها من الحوار لان انت بتتكلم عن الفولونوميا الفانكشن. مش التريجنومتريك فانكشن. بمعنى. بصوا كده. خد الفانكشن دي. اكس سكوير بلاس فايف. خد الفانكشن دي. اكس بلاس اكس كيوب. خد الفانكشن دي. سري اكس بلاس والفور. بلاس فايف. صليبيينه عن النبي? اه ها دول كلهم دي moyenn soda. دي lead of second degree. دي Magazz. دي let alone degree. دي با بابا بابا بابا. ركز معايا بقى. اول ما وابص اللي دي هلاقيび power even وهلاقي سنستس. صنستات. تبقى دي even. ولو في حاجات تانية باراتها ايفن او كونستانس او حتى كوصاين برضك ايفن طب بص اللي تحتيها هتلاقي باور اود دي باور وان هتلاقي باور اود دي باور سري تبقى دي اود فانكشن خلصانة حد فاهم حاجة طب كمل بقى كده يبقى كده ايفن اهو بس بعد ما اكتب الحتة دي خد سكرينشوت اكي اود اكس باور اود او سين ودي هنا ايه كي دي اصب باور اكتب او خطي خرق او كوصاين اكس ودي سين اكس خلاص ده لو هي بولونومي الخد سكرينشوت استنى قبل ان تاخد سكرينشوت ها خدني معاه خلاص طيب فانت لو هي لو هي بولونوميا لتقدر تعرف بمجرد النظر اه هي ايفن ولا اود فدي عرفت انها ايفن دي عرفت انها اود لحد هنا دي كده مفروض ان اكتب انها ايه ايفن شيربو انت عرفت من اين صلي بينا النبي اول واحدة اكس باور فوري عن الباور ايفن تاني واحدة كونستان فيها ستيل ايفن انما انا لو اجيت روحت مزود هنا مثلا بلاس او مينس مش هتفرق اه 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 سري واحدة اه ده لو زودت سري تبقى اود لأ لو زودت سري عادي لحد الوقت هي ايفن لان ده كونستان وده كونستان وده كونقبلش مش مشكلة الشروط متحققة لكن لو زودت سري اكس كيوب مثلا واحد يقول لي اه دي كده مش ايفن دي اود لأ غلط بتبقى اود لو فيها باورات اود بس بتبقى ايفن لو فيها باورات ايفن او كونستان بس انما لو حصل لمواغذة في اللي اقوله انا اسف دمج يعني ايه دمج يعني حاجة من هنا على حاجة من هنا زي ما حصل في التالتة ادي باور ايفن ادي كونستان طب ما فيش مشكلة هيكده مفروض تبقى ايفن ام جي حطيلك خزوق حاجة من الاود كده حصل دمج فدي كده اسمها هي ولا ايفن ولا اود لان انت عامل دمج من الاتنين فدي كده مش ايفن ومش اود في مشكلة يا جماعة نرجع بقى لسؤالنا الرئيسي بيقولك انها ايفن وهي بلونوميال اه اه طب ما طالما ايفن وبلونوميال يبقى لازم يكون فيها كلها يا اما اكس باور ايفن يا اما كونستان فتيجي نشوف دي اكس باور ايفن تمام دي كونستان تمام دي اكس باور اود دي ما كانش مفروض تبقى موجودة خالص لان الاكس باور وا ايه مع انت لما تكتب اكس بس يعني اكس باور وان والباور ده اود هيخليها نايزر ايفن نور اود لكن هي مفروض تبقى ايفن هو بيقولك انها ايفن هو اقر واعترف انها ايفن يبقى مفروض ده ما يبقاش موجود بص كده عشان ده كده ما يبقاش موجود يبقى لازم لقيتكم بكام زيرو حاجة صعبة يلا حابب نشوف نمبر سري سؤال عابر وتافه قوي بيقول لك ومديك فيها لازم تبقى فكر حاجة انا لما حط لك خلي بالك عشان دي ما بتفرقش في خطوات الحل لكن بتفرق في لاحظ حاجة الخطوات كنا بنقسم الصفحة نصية بسبت اللي جوه الابسليت وبالعب في ده باخده مرة زي ما هو ومرة بالنجاتف بتاعه خلي بالك لو انت ما كنتش بتاخد معايا من اول التر ففي مدرسين ممكن تكون شرحت دي بطريقة تانية بشوف هما بيحلوها ازاي انا طريقتي بكلم الناس اللي كان بتاخد معايا ولو انت برضو عايز تفهمها يعني ممكن تفهمها ان شاء الله انا بسبت ده وبالعب في ده يعني مثلا بقول ان ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يهمة بتساوي سري يهمة بتساوي نيجاتف سري اه واحلها بعد ما حلها باجي في الاخر لما اجي اكتب السليشن ست ببقى عندي حاجة من حاجتين يهمة باكتب انترفل على طول يهمة باعمل ار ماينس ار اكسبت لو الابسلوت للزان يعني اصغر بحط الانترفل على طول باخد الرقم الصغير اللي هيطلع من هنا او الصغير اللي هيطلع من هنا والكبير اللي هيطلع من هنا اعمل بيه فترة واكتبه زي ما هو ده لو كان الابسلوت اصغر انما هنا الابسلوت جريتر زان فالسليشن ست هيبقى ار اكسبت فترة ار معادة فترة واحد يقول لي طيب بتعملها كلوزد ولا اوبن بص هنا في ار ماينس فانت بتستثنيها فاكر الكلام ده فالماينس دي بتغير العلامة اللي كانت مفروض تتعمل بمعنى هنا في ايكو مفروض تبقى كلوزد انما عشان في هنا ماينس يبقى انا اخليها اوبن في حاجة صعبة كده ادي اهو خطوات الحل تاني تاني لو جالك السؤال في ابسلوت كده كده بتثبت اللي جوه وبتغير الرقم الكونستانت اللي هناك او اي حاجة حتى لو ابسلوت تاني مش مشكلة بتاخده مرة زي ما هو بإشارته ومرة بتضربه في نيجاتي بعد ما بحلها العلامة دي بقى بتفرق معايا في السليشن ست يعني لو كانت دي مثلا ايكويلز اكويجن عادية مش انيكواليتي ست مجموعة حتى فاهم حاجة بس ما تنساش ان انا شكك وكان المفروض اتأكد المهم بما ان دي فبعمل لو ما فيش ماينس سوري لو ما فيش ايكويل لو ما فيش ايكويل مفروض تبقى اوبن بس الماينس تخليها كلوز ولو في ايكويل زي هنا كده اه اه دي مفروض تبقى كلوز بس الماينس دي بيخليها اوبن لان انا ده اللي بشيله من الار ده اللي انا مش بغده حتى فاهم حاجة طيب لو هي اصلا الابسليوت لس زان رقم في الحالة دي هتحل بنفس الطريقة ما فيش مشكلة بس السليشن ست هيبقى فترة عادية مش ار ماينس وهنا لو فيه ايكويل كده تبقى كلوز دي عادي انا هنا بعمل اللي بيتعمل يعني بعمل اللي مفروض يتعمل تعالوا بقى نحل يلا هنا هتبقى لأكس بفور هنا هتبقى لأكس بنيجاتف تو مين فيهم الاصغر النجاتف تو فاكتبوا الاول دي البداية ومين الاكبر الفور حلتها تبقى لاجابة سي في مشكلة جماعة يلا حبا بنشوف سؤال نمبر فور طبعا السؤال عايز واحد بيعرف في الساين رول بقولك ترى انجل اي بي سي طبعا انت كلنا عارفين انها بحيب برسم يعني كانوا من انواع انها عادة عندي بحيب برسم بس هي مش هتفرق معايا خالص في السؤال ده لان هو تعطى تطبيق مباشر للقانون اي بي سي والمجر انجل اي بفورتي فايف دي جري هلو جدا بقولك ان بيتكلم عن اكيد يعني ما فيش ريديس غير لو سيركل او سفير بيقولك ان الريديس ده بتاع السيركل اللي بتعدي على السيركل اللي بتعدي على السيركل عاملة كده حسنى دي اسمها استلنا كده استمها و الريديس بتاعها كان بيخش في الساين رول كنا بنقول ان اي على ساين اي بتساوي بي على ساين بي بتساوي سي على ساين سي بتساوي في مشكلة كده يا جماعة طيب هو مديك دي فورتيفار طبعا الصايد ده بنسميه الصايد ده بنسميه بي الصايد اللي قصادي سي بنسميه ومديك الراديوس فطبعا هتستخدم انت معاك القارة هي فهتقول ان ايه على ساين ايه بتساوي بي على ساين بي بتساوي سي على صين سي بتساوي تو ار انا هني قلت ان انا معايا بكام سوري هو ده طالبها لكن الصين ايه والار بسيك يبقى كده ايه اوبر صين فورتي فايف ايكولز تو ملتبلاي الار قولي بكام بسيكس طرف تجيب الايه اه هتبقى تو باي سيكس يعني تويل ملتبلاي صين فورتي فايل هتبقى سيكس لتو في حاجة صعبة يلا حبينا نشوف السؤال الخامس سؤال ليمت اوكي طبعا احنا متفقين ان في الليمت لما بيقى في رقم هنا فانت ممكن تعود وخلاص يعني اعود وخلاص احنا اتفقنا هو بيقولك رقم ايا كان الرقم هو بيقولك بقى انا حاطط برقم قريب جدا 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 من الفور انا ما خلتكش تحتار انا قلتلك بتحط الرقم فوينت تلات تصفار ون ده رقم قريب من الفور يعني مثلا احط الاجس بكام فور بوينت زيرو 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 ون ده رقم قريب جدا من الفور واما عوض بيه ها هنا وهنا ها فانا اما عوض بيه واحسب ده هيديك رقم قريب جدا من الاجابة طبعا مش هيديك الاجابة اكرة لان انت اصلا ما وصلتش للإكس ولا هتنفع توصلها لان هيطلع معاك زيرو فاكتور في الديناميليتور فده مثل ايرو اوكي طيب فلو عايزت حلقه بالطريقة دي هتعوض عن الإكس بكام برقم قريب من الفور اللي احنا كده كده بنحط ثلاث تصفار بعد البوينت وان اوكي فهكتب كده على الكالكوليتور بالزبط يلا اكس سكوير يعني فور بوينت زيرو 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 وان سكوير مينس سكستين اوبر ها اكس شيء الاجس هحط فور زيرو 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 وان مينس فور هتدوس هيطلع معاك تقريبا ايت بوينت زيرو 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 اي حاجة فرقم قريب جدا من الايت هتيجي ببصة على الاختيارات فين اقرب رقم من الايت ها في حاجة صعبة يا جماعة ده لو انت عايز تحلها كده واحدة قولي بس انا عايز الطريقة العلمية خلاص حلو جدا الطريقة العلمية انت عندك يا اما يا اما يا اما في البضرب في الكونجيجيت ده لو فيك الروت يعني ها هنا ما فيش روت اا يا اما يا اما الاو انفينيتي ده موضوع تاني فخلينا في موضوعنا ده رقم دي تتحل ازاي اول حاجة بفكر فيها هلا قدر اعمل اه في كومن فاكتور لا بس انا ممكن اعمل دي ديفرنس بتوين تو سكويرز فهعمل دي روت ال اكس سكوير ب اكس روت السكستين بفور واكتبهم هم هم هنا بس حط مرة بلس مرة مايس اللي تحت ده ما بيتعملوش فاكتوريزيش في حاجة صعبة هتلاقي ده بيو بيو اتكنسل مع ده ها ها اول ما حاجة تكنسل حاجة فاكر عوض على ضمامتي فطالما ببقى اكس ماينس اكس بلاس فور او معوض عن الاكس بفور بلس فور بيه في حاجة صعبة ها يلا حبابي نشوف سؤال نمبر سيكس بيقولك ومديك الريليشن دي فك اللوج فك اللوج دي بدهيا دي دي الكيس اللي انا بتمنها في ايه مسألة لوجيرزم فاكر الكلام ده لما يجي يقولك لوج اكس للبيز واي ايكولز زد ياه احلى كيس بتمنها ان يطلع معها اللوج بحاجة واحدة فبقى فك اللوج يعني ايه فك اللوج اقول ان اللوج هو ده بيساوي البيز تو دا باور زد يعني واي باور زد لحاجة صعبة ها ها لاحظ حاجة طعا انا نتصور ان حد من عائلتك معدي دلوقتي فشاف دي وشاف دي قوله كده ايه الفرق بينهم بما انه هو من عامة الشعب اللي ما بيدرسوش الماتيماتيكس هو مش بقينهم ولا حاجة يعني هم بس ما بيدرسوش مساباتيكس ايه دي في حد ذاتها ايهانا بس مش مهم كونك انك ما بتدرسوش الماتيماتيكس فانت ممكن تحس ان فيه فرق بين دي و دي اه اه ممكن تقولي لا دي حاجة ودي حاجة تانية لكن انا وانت عارفين ان الاتنين اكويفلنت مية في المية اه اه زي لما اجا اقولك اكس ايكوالز واي بعدين اقولك لا 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 دي واي ايكوالز اكس اه 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 زي لما اجا اقولك اكس ايكوالز هاف ايه دا واحد تاني قولك لا ده بتساوي وان ايه ايه طيب ما دي هي دي اه اه انت فهم حاجة ها طيب دي هي هي دي دي لما انا فكت اللوج بقت كده ده الباز وده الباور هو اصلا اللوج بيديك باور وده الريزلت اللي بيطلع الفكرة بقى ان الفرق بينهم اسم اه 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 الفرق اسم دي اسمها لوجريزميك فانكشن دي اسمها اكسي بونينشل فانكشن اكسي بونينشل يعني فيه باز فوقي باور لوجريزمك باينه لوجريزم في حاجة صعبة طيب اهو بيلك انا عايز الاكسي فونينشل وميديك اللوجريزميك طبعا دي سهلة اهو هتفكها ازاي فوق اللوج يلا يبقى الواي الواي ايكول فين البيز اهو اللي بيكتب تحت سري توذا باور اكس يبقى لاجابة سي في حاجة صعبة يلا حابقها تشوف السؤال نمبر سيبن اوكي ميديك فانكشن ويقول لك أنا عايز الvertex point طيب الفونكشن دي square function second degree فعشان نجيب الvertex بتاعتها بخش جوه الكيان واحد يقول لي آه بعكس ال x أيها بس الكلام ده انكسن ال coefficient of x ب1 إنما هنا coefficient of x فالصح والأصول تقول لي بقى خش ساوي ده بزيرو يعني 3-x لما ساويها بزيرو تطلع ال x ب3 يبقى دي 3 آآآآآآ تاني خش جوه الكيان افرد انت لقيت جوه الكيان 2x فاكر minus 4 ازاي يجيب الvertex بتاعتها يا صديقي بخش جوه الكيان أساوي ده بزيرو فلو ساويت ده بزيرو هيطلع 4 divided 2 يبقى كام 2 طب والy يجيبها ازاي الفري تيرم واخده زي ما هو ايه الفري تيرم ده اخرج من الكيان ده خالص بالتيرم بتاعه كله كله ما تشوفوش دور كده هل في فري تيرم اها كام 5 خدها زي ما هي ايه حاجة صعبة طب افرد يا شربو انا ما لقيتش فري تيرم هيبقى دي ايه زيرو في حاجة صعبة ايه طيب اهو تاني فانا راح تداخل هنا مساوي اللي جوه بزيرو طب عايز اجيب الواي فين الفري تيرم شايف الكيان ده خلاص سيبك منه الكيان ده اللي هو بيحدد نوع الفانكشن يعني لو عندك كيوبك فانكشن يعني براكت باور سري ده كده البراكت بالباور سري باللي جوه كله 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 اها اسمه كيان اوكي طيب فخدت الفري تيرم تو يبقى كده الفيرتكس سريو تو في حاجة صعبة ها افكرك برضو بحاجة كمان انت لما كان بتبقى كده مثلا اكس ماينس وان باور سري يعني وان وباخد الواي دي زي ما هي ليه كنت باعكس الاكس عشان انا بسويها بزيرو بس ده انكس برضو ان الكوفيشنط هو في اكس بوان انت لو سويت دي بزيرو كل اللي هتعملوا ايه هتعكس اشارة الاكس بس الرقم اللي هنا هتودي ناحية تانية خلينا نقول ان احنا بنخش جوه كم نسويه بزيرو وخلاص عشان نجيب بتاعها بحاجة صعبة ها ها يالا نشوف اللي بعدها طيب دفع الحفظ اللي احنا ببصمجينها يخليها نحلها بسرعة فعليها دي كده تعالى عن يعني احنا ايه مسلا ماشي بيقولك ايه ومديك الاكواجين كده روت جواه حاجة ها وجواه حاجة ساكن دي جري ها اشي خد بالك انت من حاجة بيسوي فاير اول ما بلاقي روت تحتي حاجة ساكن دي جري اهو تحتي حاجة ساكن دي جري انا وانت عارفين ان اكيد الحاجة اللي تحت لي كومبليت سكوير لو واحد اول مرة يشوفني ايه كومبليت سكوير ده ايه كلمة غريبة دي كومبليت سكوير يعني انا اسف دي حاجة براكت باور تو يعني دي كده في الاخر هتطلع ايه حاجة باور تو عشان هي تحت روت فيقوم الروت يبقى ابسلوت اللي جوه ده حد فاهم حاجة جماعة اه اه انت عارف طبعا افتحينك انت عارف ان روت اكس سكوير بابسلوت اكس تفكر ان زمان وانت صغير قبل ما الترمي ده يبدأ كنت فاكر ايه كنت فاكر ان انا لو حطيت روت لا ما اخذ يعني تحتي ها اكس سكوير فكنت فاكر ان الروت بيكنسل الاسكوير بس انت كبرت وعرفت ان لا 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 الروت لو تحتي حاجة سكوير الروت يشيل السكوير بس لو هي نيجاتف كان هيلغيها فبيحط ابسلوت في مشكلة جماعة طيب نحل بقى السؤال على طول يلا اكتب الاكويجن دي زي ما هي هتبقى روت هاعمل لده كده فاكتورايز هيطلع اكس بلس فري سكوير زي ما انا قلت لك هيطلع ايه اسمها ايه كومبليت سكوير وهدور شربوا انا ازاي بعمل ها ها مولود قول مبارح وانا ازاي بعمل فاكتورايزيشا ايه كالكولوتر دي براكت سكوير انت نسيت بفتحته براكت بحط اكس واكتب دي كده زي ما هي على الكالكولاتور مود اكويجن سري ودخل هيديك رقم ايا كان اللي هدولك بحطه هنا بعكس اشارته ولو طلع فيه بلزق فانا هلمكتب دي كده هطلع في بقى هكتب هنا بلاس وحدي يقول لي ايه ده يقد يدوس كده ما طلعش رقم تاني هو طلع بس ده معنا ان اللي اتنين حل واحد يبقى دي كمان بلاس سري يبقى دي كده في مشكلة يعني بص بشترح لك ازاي فاكترائز ايكولز فاين يلا كم الحال الروت مع السكوير ها يكنسلوا بعض آه زمان ها اه وانا صغير كنت فاكر ان الروت والسكوير بيكنسلوا بعض وخلاص لكن لما كبرنا اكتشفنا ان لقى يبقى ابسلوت يبقى ابسلوت اكس بلاس سري ايكولز فاين في مشكلة كده ازاي حل يا صديقي مسألت ابسلوت انا لسه امفكرك بقسم الصفحة لصين بسبت اللي جوة وغير ده يبقى ايكس بلاس ري مرة هتساوي فايف وايكس بلاس ري ها مرة هتساوي نيجاتف فايف الفكرة كلها بعد محل دي ودي السيليشن ست لو هي الانيكواليتي والابسلوت اقل تبقى انتيرفل لو هي الانيكواليتي والابسلوت اكبر تبقى انتيرفل سوريا هتبقى ر مينس انتيرفل ولو هي اكواجن زي اللي ورايا دي يعني اقا يبقى السيليشن ست ست مش انتيرفل في مشكلة هيطلع من هنا قيمة او اكتر هيطلع من هنا قيمة هنا حقيقة بفكرك ان انا لازم اتأكد من كل قيمة انها بتحقق المعادلة الاصلية. يلا طلع من هنا قيمة وتطلع ال x بكه. يلا طلع من هنا قيمة وتطلع ال x بكه. ده مش معنان راجزة الخنزيرة همكاتب هنا. ونجاتف ايت. ها 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 ها. وحا تقول لي مصل انت عملتها. وانت خنزير. لأ بس انا عارف يعني. الصح بقى ان انا عملي قبل مكتبهم. امسك كل واحدة. هل ال 2 دي صح? اتأكد. حق ال x هنا ب 2. يطلع ده 5. ابسلوتها كام? 5. بتسوي دي? اه يبقى دي صح. او ماخد دي. حط ال x هنا. بنيجاتف ايت. يطلع ده كام? بنيجاتف اي بلس ري? بنيجاتف 5. بس لما اخد لها ابسلوت تبقى 5. هل بتسوي الناحية دي? اه. تبقى دي كمان صح. يبقى دي الاجابة. يبقى الاجابة سي. في حاجة صعبة? ها. يلا حابب نشوف سؤال نمبر ها. نايم. اوكي. اه بيقول لك لمت ومتدي كان رقم. دي مش عشان لامت لها ايه? ها? طريقة تانية. هنفتكرها لما نيجي نحلها ان شاء الله. طيب. اه شرب انا عندي طريقة ان احنا ناخد رقم قريب من ال x اللي بتقرب منها يا بتقرب من كاه من فانا ممكن احط فوت نضع ال x بكام? two point zero 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 تلت سفر وان. فنقوم معوضين هنا عن ال x دي. two point zero zero one zero 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 one تلت سفر ها? ونفس الكلام هنا. فلما اتعوض هيطلع معك اه six point six 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 مصلا سيفن. حاجة زي كده. قريبة من كده. فهل الرقم ده فينا اقرب واحد ليه? واحد يقولي ليه قريبة من الفور. انت ابنى عبيد. واحد يقولي طب يريبة من five over three. دوس sd هنا كده. هيطلع رقم تاني خالص. هليه قريبة من الزلو? خالص. دي طبعا يا جماعة مش محتاج اقول ان دي الاجابة. يعني هي دي six point six 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 seven. يعني حاجة كده. تمام? فدي الطريقة. بس في ايه ده فيه? بس في ملحوظة انا حابة بأكد عليها عشان انت حمار. انا قاسف مش هراجل ايه لي ده ده. انت غبي يعني. مش عارف مش مش يعني. خليك معاي. ايه معلومة انا حابة بأكد عليها. السؤال انت عندك حضرتك في المنهج بتاعك? سبعة وعشرين مسألة mcq في الامتحان يعني. وخمس مسائل ايه. واحد يقولي انا بخاف من ايه. بالعكس ده اكتر مسائل حلوة وسهلة وما فهاش افكار. وده قز الطلب. ان ما بقاش فيها افكار بالنسبة لك انا مش عايف جاية هزاقك. ايه? في لي عامل فيديو. فانت اه لو هي ايه مش هينفع طبعا تستخدم الطريقة دي? ده انا بس بقرب الموضوع. طيب افرد انا عايز احلها بالطريقة العادية. ها? يلا بينا. عندك فاكتوريزيشن. عندك ان انت تضرب في الكونجيجيت. اه بس ده لو فيه لووت. عندك لونج ديفيجن. عندك سيران فور. واحد يقولي لها اشيربو انت هتوقع كل مسألة. ها? توقع تحكيلي ما انا عارف. طب هنا الباور كبير. باور فايل. فدي بتتحل سيران فور. الحل بقى عشان احلها لازم اخلي دي حاجة باور فايف. نفس الكلام دي x باور 3. فلازم يخلي دي حاجة و مش محتاج اقولك ان التو دي هي تبقى البز بس. اعمالира لو انت عايز تعرف السيرتي تو كابباور فايف؟ هتعمل لدي افف ثروت. اعمل لها فف ثروت يديك. فتبقى دي تو باور فايف تبقى دي تو باور سري. ها? سيران فور ي hashtag partnerships 한 فور. هيقولك ايه بقى? بقى. ده على ده يعني البيز بكام? باور فايف ماينس سري. هيطلع الرقم نفسه برضو ان شاء الله. في حاجة صعبة? يلا حبابي نشوف السؤال ده. بيقولك اكس واي زد. اكس ايكوالز واي. ها ها. مديك معلومة ان الاكس? اه اه. بتسوي الوال. بيسألك بقى هيكوصاين اكس بكام? واحد يقول لها شير بستنى بقى. انا عايز افكر احلها ازاي دي يا طرح? ها ها. تفكر في ايه? انا 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 بجد مش هاشتم تاني. هتفكر في ايه? لقى بجد رد علي. يعني انت هتفكر في ايه? انت حضرتك التريجنومتري كله على بعضه? قانون ايه? يا ساين رول? يا كوصاين رول. ها ها. واحد يقول لي استنى لقى بس في ايه بقى اقول? مفيش اي حاجة. التريجنومتري كلها عندك في منهجك? هما قانونين. يا ساين رول? يا كوصاين رول. وانا معرفك امتى بتستخدم ده? وامتى بتستخدم ده? وهدول لي اقوة بس انا مش فاكر فكرني. ويعملي كدفه كده. ها ها? افكرك ايه? ازا كان هو اصلا طالب كوصاين اكس. هتروح تستخدم الساين رول اللي هو ما فيهوش الكوصاين اصلا. فاكيد اكيد 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 اكيد. هستخدم كوصاين رول. يعني انا متخيل الحل. هستخدم كوصاين رول اجيب كوصاين الاكس من القانون اللي انا حافظه. واقوم باستخدم الاكواجن دي. ان الاكس بتساوي واي. يلا. مليني كوصاين اكس. القانون كان بيقولك ايه? هو كان بمجد اكس. اه. فبيساوي ايه بقى? هو في واي وزد. تبقى واي سكوير. plus زد سكوير. من غير سكوير كوهين ايه اللي انا عملته ده يا جماعة انا انا اسف جدا انا انا اسف جدا يللا نقول بقى القنون الصح ماشي لو كنت بقى ختبرك دي اكس فيا بقى ي سكوير plus z سكوير منز الاكس سكوير اكس سمول اكس وقف اوبر تو واي زد بدون سكوير هي حاجة صعبة يا جماعة خالص هو بيقولíst لك باخل لك الاكس بتسوى واي الاكس بتسامي واي انا كده ممكن اشيل اي اكس واحط مكانها واحد واحد يقول لي طب ما انت ممكن تشيل الاكس واتحط مكانها اكس طب ما اي اي يبقى انا ممكن اشيل الاكس وحط واي او اشيل الاكس وحط اكس تعال انفكر في الحل لو بصيت على كل الحلول طبعا انت كده كده الزد بعيد عنك يا بص افرام تاني هم مفيش غير ثلاث حاجات اه اكس واي زد فانت هتشيل الاكس تحط مكانها واي او تشيل واي تحط مكانها اكس لكن الزد مش هتلاقف فيها خلاص فهتجي تبص هنا اقسم لك بالله دي ما ينفع تطلع الاجابة انت بتقول لي واي على تو اكس طب والزد راحت فين دي ممكن دي ممكن دي ممكن لان فيهم زد في مشكلة يا جماعة طيب هنشيل الاكس نحط مكانها واي ولا هنشيل الواي نحط مكانها اكس هعمل الاثنين يلا هتحط مكان الاكس بتشيلها وتحط واي عوض يا صديقي يبقى كوسين اكس بتسوي ايه هتشيل الواي لا سيب الواي زي ما هي انت هتشيل الاكس يبقى دي واي سكوير بلس زد سكوير مينس شيل الاكس وحط مكانها واي تبقى ايه واي سكوير على شيل الاكس مفيش اكس تبقى تو واي زد وهعمل العكس عشان هشوف اني فيهم اللي تديني الاجابة الصحة ما هو ما الاثنين صح يا جماعة ايه ما هو بيقولك الاكس بتسوي واي فانت ممكن تعود عن الاكس بواي واحدة يقول اخلي اعتبر انك تعود عن الاكس بواي باكس كيس واي بتسوي اكس دي كيس طب ما دي هي 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 طب ما دي هي هي دي ها صح بس انا اقصد ان هنا انا اعود مكان الواي شيلها وحط مكانها اكس اعمل كده يا لبا يبقى كسين اكس ساعتها هتسهل هتشيل بقى الواي دي ها وتحط مكانها اكس تبقى اكس سكوير بلس الزد ما حدش بيلعب معها اصلا مينس الاكس ما بيشلهاش خلاص على تو واي زد في مشكلة كده يا صديقي تعال بقى نختصر دي ونختصر دي نشوف الاجابة هتبقى ايه هنا هيحصل ايه ها بيو بيو يبقى زد سكوير على تو واي زد الزد دي هتكانسل مع السكوير يبقى زد على تو واي واحد يقول لي استنى كده هندور عليها لا 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 ما تدورش كمل عشان نشوف انا فيهم الاجابة الصح يلا هنعمل نفس الكلام هنا هتلاقي الاخس سكوير دي معنجة دي اكسل ايه زد هتكانسل دي مع السكوير دي اوبا حد خبلوا الاتنين ادوك نفس الحاجة والاتنين صح موما نفس الحاجة اصلا ايه طيب زد على تو واي فين زد على تو واي تبقى الاجابة ايه ها في اي حاجة صعبة ها جامل يلا حباب نشوف السؤال ده اه اه اكس بور حاجة بتسوي رقم طبعا لو انت كنت بتاخد معايا او لو فتحت بس الكتاب حتى بصت فيه هتلاقيني ان كنت مقسم المسائل بتاعة ال اكس بورنشلز اربع انواع خلاص ده نوع بسيط جدا السؤال عن البيز فاكر فلو السؤال عن البيز خد روت فاكر الكلام ده يعني على طول هنا هتقول ان ال اكس اللي هو طالبها دي بتساوي هتودي الرقم اللي هو في الباور ده هناك روت اه اعرف المعلومة دي ها لو معك حاجة multiply تروح الناحية التانية divided طب لو معك حاجة divided تروح multiply طب لو معك حاجة plus تروح minus طب لو معك حاجة minus هاها تروح plus طب لو معك power يروح روت ولو معك root يروح power في مشكلة طيب فانا عايز ادي ال power ده هناك على 27 هيروح هناك root واحد يقول لي ايه ده؟ وحل تحس ان رضع الزبالة جاي بالزبالة فارمها حاطتها ببزازة برضع زبالة حاجة خارة يعني انت خدت ثري اوبر فور ودتها سكوير روت؟ لا انا كنت اقصد روت نفس الباور يعني هتبقى روت ثري اوبر فور فاكتب كده روت بس وحط هنا ثري اوبر فور للتويني سيفن يديك ايتي وون تبقى دي الايجابة في حاجة صعبة؟ خلينا بقى نعرف معلومة خطيرة جدا عشان ننجز ها؟ اي مسألة يديك او افرد واحد انت مش عارف المعلومات دي او افرد السؤال جالك اكثر تعقيدة يعني موقع اكثر ها؟ تحمل ايه بقى لا اسمع دي ما توجهش دماغك كتير مش هو عايز يعرف الاكس بكم؟ اللي تحل المعادلة دي اه؟ ما بيقولك الاكس بكامل اللي تخلي الاكس باور سري اوبر فور تديني اه تويني سيفن اه ها؟ عايز صعف الاكس بكامل اللي تحل المعادلة دي؟ ومديك اربع اختيارات؟ اه جربهم كلهم ازاه؟ تعال اقولك خد السري حط الاكس دي بكامل بسري واحسب الناحية الشمال واحسب الناحية اليمين واحد يقولي بس الناحية اليمين اصلا محسوبة بتويني سيفن اعزن بقى ان الناحية اليمين ما كانتش كان فيها اكس فكت عاوض عن الاكس في الشمال وفي اليمين لو لقيت الناحيتين قد بعض تبقى دي الاجابة هنا لو عاوضت هتطلع الاجابة دي غلط عاوض على الاكس هنا بنايرا تطلع دي غلط عاوض على الاكس هنا بتويني سيفن هتطلع غلط فدي الاجابة الصحة وعاوض اتأكد هتطلع صحة حد تفاهم حاجة؟ يلا حاببين نشوفي السؤال ده 12 مديك طيب دي ليها بقى طريقة مهمة جدا لازم تبقى تفاهم حاجة لو الديجري اللي فوق خليها نفترض ان الان دي الديجري والام دي الديجري اوكي؟ فانت عندك لو الديجري بتاعت الان اللي هي اللي فوق اكبر من الديجري بتاعت الام اللي هي الدينيمينتر فالاجابة ساعتها لو اللي فوق اعلى اللي فوق اعلى فالاجابة انفينيتي فلس او ماينس على حسب الصين الصين بتاعت اكبر طاور طيب لو العكس الدجري اللي تحت أكبر من الدجري اللي فوق فلو اللي تحت أعلى يبقى الإجابة zero في مشكلة؟ طب لو لقيت الدجري اللي فوق بتسوي الدجري اللي تحت يبقى الإجابة إيه؟ رقم ما عرفش كيان بتعرفه منين؟ أفكرك بتخش جوه كل كيان تاخد كوفيشنت أكبر دجري فيه إيه؟ خش جوه كل كيان يعني أي بركب أوروت أو بس خلاص أي بركب أوروت خش جوه كل كيان من دول خد منه كوفيشنت أكبر دجري فيه يديك الإجابة على طول في حاجة صعبة؟ صعب هتيجي هنا الأول عايز أعرف الإجابة هتطلع رقم ولا انفانيتي ولا زيرو وهيقول لي يا شيربو يا شيربو متعيبش نفسك ليه؟ هل أنت دورت لقيت الدجري اللي فوق الدجري اللي تحت فهتطلع رقم؟ يقول لي لا بس أنا بصيت على الأربع اختيارات لقيت مفهومش ولا انفرتي ولا زيرو في أكيد رقم بس أنا حب أتأكد ما تنساش لو أنت مشوفتش ريفيجن لو أنت وزخ يعني ها؟ ما تنساش أن أنا أمأكد عليك أن في مسائل يجي يديك الباور مجهول ويقوم يقول لك أن الليمت دي بتسوي رقم فأنت لازم تبقى فاهم إن لو الليمت بتسوي رقم ده معنا أن دجري اللي فوق قد دجري اللي تحت فاكر الكلام ده؟ ها؟ طيب تعال تأكد هنا اللي فوق طيب ما اللي تحت يبقى اللي جابة هتطلع رقم تعرف تجيب الرقم؟ ها؟ دي أسعى الحاجة هخش جوا كل كهان واحد يقول لي فين الكهان؟ ها ما فيش غير ده فين أجقى على دجري؟ الاكس ولا الزيرو؟ هنا فايف ما فيش اكس أصلا؟ وين أعرف لو كان فيه اكس بار سري وإكس اكس بار سري وإكس كنت أخد كوفيشنط الاكس بار سري هنا هاخد كوفيشنط الاكس تو وأخد كوفيشنط هنا أعلى دجري كامس لأكس بار ده فأخد كوفيشن سري تبقى اللي جابة تو بار سري بس عادي يعني في حاجة صعبة؟ يلا حبابي كده نشوف السؤال ده آآ جايب لك فونكشن فرقشن فونكشن أوكي؟ وعايز الرينج بتاعها أفكرك بقى بحاجة آآ في الفرقشنز فونكشن بيبقى فيه هنا أي أن كان كام أي رقم هنا مش فارق معي وبقى فيه هنا اكس فلس أي رقم تاني وبقى فيه هنا فريتور فالفيرتكس بتاعته بتخش في الدينيميناتور تساويه بزيرو فتبقى الاكس بنيجاتف بي وبتخرج من الكيان انا قلت الكلام ده من شوية ها أخرج من الكيان كله خد الفريتور في حاجة صعبة؟ طيب الفيرتكس ده بقى لو أنت فاكر رسمة الفرقشن بيبقى عند الفيرتكس هنا الرسمة واخده كل ده واخده كل ده ده لو هي واخده كل ده واخده كل ده ده لو هي فمن الآخر هي واخده كل حاجة مع ده الفيرتكس وبالتالي الدومان اللي هو بيكون قيم الـ كل الأعداد مع عدل قيمة بتاعة الـ في الفيرتكس وبيكون الرانج الرانج اللي هو قيميه؟ الرانج اللي هو قيم الـ بيكون الرينج كل الاعداد مع هذا الواي اللي في الفيرتكس. في حاجة صعبة? تعال نحل يلا. هنا الاول هجيب الفيرتكس. سمي الفيرتكس الفيرتكس عشان ما عدش او جهد بها. يلا. هخش في الديليميناتر اساوي بزيرو. وهخرج من كله. واروح هشوف لو فيه لو ما فيش حط زيرو. يلا. ادي الديليميناتر. ساوي بزيرو تطلع ال اكس بتو. اخرج من ده كله سيبك منه. خد الفيرتر. وان. في حاجة صعبة? ده الفيرتكس. لو انت عايز الدومين. اللي هو قيم ال اكس. اه. كل الاعداد. بس معادة. اه ها. لكن لو انت عايز الرينج يا صديقي. كل الاعداد. بس معادة. الوان. في حاجة صعبة? اي استفسار? ها. يلا حبابي نشوف السؤال ده كده. فورتين. اوكي? ده هنفترض ان الاكويجن دي انت مش عارف تحله. هركز كده تاني. ادي اكويجن هاي. لوجاريزم. اكس. للبيز تو. ايكوالز. لوجاريزم. ويني فايف. للبيز فور. واحد يقول لها شربه. ها. بس دي النوع ده انا باعرف احله من اللوجاريزم. لما يكون لوج. بيساوي لوج. فانا بحاول اخلي البيز قد البيز. ولو ما عرفتش بفكها لوج ده على لوج ده. اه 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 انا عارف ان احنا عارف تحل دي. ها. احنا بعمل الكروسمو ده. انا عارف تحله. بس الفكرة فكرة ايه يا صديقي? انا بقولك تعالى نفترض ان انت مش عارف تحلها. نعمل ايه? واحد يقولي بس دي يا عمي بقولك نفترض. انت غبي. نفترض انك مش عارف. دي صعبة معقدة. عايز قيمة الاكس. وانت مش عارف تحلها. هعمل ايه? تعالى اقولك. مش هو عايز. يعني قيمة الاكس. اللي لو انا حطتها هنا. في اكس تاني هناك? لا. يخلي الناحية الشمال بتساوي الناحية يمينة. يعني السيليشن ست الصح هي قيم الاكس الى لما عوض بيها. هنا هيطلع فعلا لوج كزا للبيس تو بيساوي لوج كزا للبيس فور. فواحد يقولي ماشي ماشي. صح انا فهمت. تعالى بقى نجرب اختيار اختيار. هاتي الكالكوليتر. اها. همسك الكالكوليتر دي. هبص كده اول قيمة تو. فهمسك تو. هكتبه هو. لوج. تو للبيس تو. دي هتطلع ون. احفظ بقى انا مش هقعد هكتب. انا مش هقعد كليش واك. خلاص دي كده ون. احسب بقى لوج تويني فايف للبيس فور. طلع تو بوينت سري تو. دي انا مش هحسبها كتير. تو بوينت سري تو. ون. فدي كده طلعت ون. هل ون بيساوي كزا يبقى الاجابة دي غلط. يلا نكمل. حط الاكس في فايف جرب. لوج فايف للبيس تو. طلعت. تو بوينت سري تو ون. لما حطيت الاكس في فايف طلع ان الشمال قد اليمين. يبقى الاجابة دي صح? استنى. ممكن تطلع دي. ليه بقى? البي بيقولك ان الفايف is a right solution. حل سليم. ولكن ما بص السي بيقولك ان الفايف صح والوان صح. افهم بقى تاني. انت كده عرفت ان الفايف صح. يبقى دي كده كده غلط. لان دي ما فيهاش فايف. طيب. اعرف منين ان هو اللي صح. لو لقيت الوين. الوان كمان. تنفع? اخترها. لو ما لقيتهاش تنفع? ما تخترهاش. واحد يقولي بس الاجابة به. انت اصل لو دخلت جربت دي. يعني انا. يعني انت بتخيل. لج وان. لج وان. هتحط هنا وان. ماشي ماشي ماشي. جرب اهو. لج. تو. البيس تو يعني. وهنا وان. طلع زيرو. انت اتفاجئت. انا عارف. لو انت لو حطيت هنا وان كده كده. ايا ان كان البيس بكام. هيطلع ده بزيرو. فطلعت الو ما تنفعش. يبقى الاجابة الصحة فعلا بي. في حاجة صعبة? ده لو انت عايز تجرب. لو الاجابة محقبة. واحد يقولي بس انا احب احل بنفسي بحب اتعلم عشان احنا مش بنتعلم مسألة انا اقول ايه? احنا بنتعلم منها. لوج اكس للبيز تو. بتساوي لوج ويني فايف للبيز ايه? فور. فورك طبعا انا عايز قيمة الاكس. طبعا انت قيمة الاكس. فك اللوج ايه? طبعا الاكس على طول بتساوي كام? تو باور ده. ها? ها? لوج ويني فايف للبيز فور. ها رح كتب كده لوق ايه تو. ورح حاطة علامة الباور. واكتب في الباور لوج البيز فور والرقم تويني فايف. تطلع معك فايف. ها? ها? لحاجة صعبة? طبعا الطريقتين متحيط. وانت ممكن تعتبر ان الطريقة الاولى اللي هي نوت سينتفك مية في المئة هي سينتفك طبعا عاسف. بس هي مش حل لو ايسي ايه او كده ممكن تعتبر انها مجرد طريق التأكيد. يعني حتى لو اعتبرنا ان السؤال ايسي مش امسي كيو? سؤال مقالي? فانا معرفش اختيارات. طلعت الاجابة فايف. لو عايز اتأكد انها صح اخدها اعوب بيها في المعادلة الاصلية. هشوف بتحققها يعني بتخليش ملقة دليمين ولا لأ? يلا حباب نشوف السؤال ده. طيب ده سؤال وفيه رقم فممكن واحد يقول لي طب ما خلاص اعوب برقم قريب من الزيرو مثلا زيرو 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 وان. وهيطلع معك اللي جابه صح بس خلي بالك لو كان رقم غير الزيرو لازم تحولها راد. وقصة حزينة والموضوع هنا مش محتاج كل ده. ليه بقى? صين حاجة على حاجة باخد من فوق كوفيشنت الاكس. وباخد من تحت كوفيشنت الاكس. ها ها. انا اسف ما لحيطيش اشرح. هل حبابي? آآ السؤال سكستين ده ما فيش امتحان بيجي من غير الفكرة دي. استحالة. اوكي? الفكرة اللي هي ايه? بيديك فانكشن هنا يقولك ان الف او اكس بحاجة. ويقولك حللي المعادلة دي. اه. المعادلة اللي هو عايزها اف. بس مش اف او 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 اكس بقى لا اكس. ماينس وان. بكان باتي وان. عايز اقولك معلومة. الف او اكس لو هو ما كانش كتب يعيبوص لو كان السؤال اف او او اكس. اف. او او اكس. باتي وان. لو كان ده سؤاله بيقولك حل المعادلة دي. كنت كل اللي انت هتجي تعمله. هتشيل اف او اكس. وتحط مع هال اف او او اكس اهي هناك. بس ري. او او اكس ماينس تو. باتي وان. دي ايكويجن. عايز احلها. في حاجة صعبة. انما هو بيغير في اللي جوة. ما بيحطش اكس. بيحط اي حاجة تانية ولتكن نجمة فانت مش هتحط دي اكس هتحط نفس الحاجة التانية اللي هو خاططها اللي هي هنا ولتكن نجمة في حاجة صعبة يعني مثلا هو هنا اميديك المعادلة ف فانت كل اللي هتعمله بس ري ماليني بقى وقولها كده بصوت ها ولا قولها بصوت ها س ري بس دي اف اف اكس انما انا لو شلت الاكس وحطت حاجة تانية يبقى تشيل اكس دي وتحط نفس الحاجة التانية هو انا حط اكس ماينس وان يبقى انت هتشيل اكس دي وتحط مكانها اكس ماينس وان دي التعويضة اللي تحطت مكان الاكس بس فيه ماينس تو مكتبة عادي ماينس تو ايكولز ايتي وان في حاجة صعبة يبقى المعادلة عبارة عن سري باور اكس ماينس وان ماينس تو يعني اكس ماينس تري با ايتي وان لحد هنا في حاجة صعبة دي مسألة هحلها دلوقتي بس خلينا بس ايه نفهم الحتة دي عشان هي دي اهم حاجة في المسألة اه اه هو لما يجي عادة يعني بيديك اف اوف اكس ويديك فانكشن ويروحو اخدك هناك كده وويلك طب انا عايزك بقى تحليل المعادلة ده ايه? في المعادلة بقى اللي هو بيديها لك بيحط لك اف اف حاجة تانية غير الاكس. فكل اللي انت هتعمله انك هتيجي هنا هتاخد نفس الفانكشن بس مكان الاكس. اه اه. هتعبى الحاجة التانية اللي هو اه مديها لك. تريم حاجة? هه هاه زيما هنا كده? هو حطت مكان الاكس اكس ماينس وان. وامتاله حطت مكان الاكس اللي كانت هنا اكس ماينس وان. دي مشكلة يا صديقي? طب المسألة دي حلها ازاي? عندي حلين. يما حلها بالاربع انواع اللي انا كنت معلمهم لك في الاكس برينش الاكويجينز? يما انا ممكن اصلا حلها بان انا عشان حل المعدلة دي محتاجة عرف قيمة الاكس? فهم اخد الاختيارات اللي اقصادي اختيار اختيار. اول اختيار بيقولك سيفن. حط الاكس دي بكم? سيفن. شوف بقى سري باور سيفن ماينس سري هل بأتي ون? اه ولا لأ. اه اه. لأ كمل. خد الفايل. اه اه. لأ كمل. اه اه. لأ كمل. في مشكلة يا جماعة? واحد يقولي خلاص ماشي انا فهمتها تطلع سيفن. انا جربتها. طلب بتحقق صح المعدلة. طب لو انا بقى هايز احلها بالطريقة الطبيعية. دي نوع نوع اول سوري. هنا السؤال عن البيز ولا عن الباور? السؤال عن الباور. فاكره كنت بقولك ايه? لو السؤال عن الباور. استخدم اللج. يبقى على طول تقدر تقولي ان الباور ده اللي هو الاكسة ماينس سري. هو لج ايتي ون. للبيز كام سري. لج ايتي ون للبيز سري هتطلع كام? معرأة اشعة فور. هتطلع فور ان شاء الله. فور ازاي? سري باي سري بناين. ناين باي سري بتوني سيفن. ازاي? لاحظة يا جماعة كده احسبها. عشان احسن ان الرقم ده مش حلو. لج سري ايتي وطلعة فور. ها ها. صح سبحان الله. دي مشكلة? يبقى الاكس ماينس سري بفور. هو حد يفتخل ان الاجابة فور ومختارها. ها ها. غلط. الباور طلع بفور. اللي هو الاكس ماينس سري. الاكس بقى بكم? هو ادي دي بالباستر. يبقى سيفن. حد فهم حاجة? ها. يلا حبيب نشوف سؤال نمبر سيفنتين. طيب ده طبعا سؤال ليمت افتريجنومتريك فانكشن. اه الباور اللي فوق سكند. واللي تحت سكند. وطالما نفس الدجري يبقى هيطلع في الاخر الاجابة رقم. ها ها. تي حاجة صعبة? مفيش. واحدة قولي اشيري البدا يفرد الباور اللي فوق كان اعلى. زيرو. هو ما انت انت ان كنت بسارت سع صوتي برضو ها. ها ها. لو الباور اللي فوق اعلى زيرو. لو الباور اللي تحت اعلى. يعني هي مش هتحصل يعني. بس اوكي. هتطلع انفينيتي. خلينا بقى في موضوعنا. سين سكوير اكس. تان سكوير كزا. فبنعمل الاكواجن كلها ديفايد اكس سكوير. طبعا انا محتاجة اقولك ان انا على طول ممكن اقولك ان دي هتبقى تو سكوير. بلس. تو سكوير. اوفر سري من غير سكوير. وهيقول انت كنتها ازاي? بديك القانون احنا كنا حفظينه ومع ذلك. تعالنا نعمل اكواجن كلها ديفايد ايه? اكس سكوير. بديها بتتقسم على اكس سكوير. فوق وتحت يعني. ديفايد اكس سكوير. انا ناسف نولت اكواجن. تو اكس. اوفر اكس سكوير. لس? ها? تاني سكوير. تو اكس. اوفر اكس سكوير. ودي سري اكس سكوير. اوفر اكس سكوير. افكرك بحاجة. هنا الباور. فاكر? كنت بقولك ايه بقى? شوف كلمتين شبه بعض. هل الباور عال اكس? سوري. هل الباور عالصاين كلها? ولا عال اكس? نفسها. لو تلاحظ كلها نفسها. اكيد حضراتكم فاهمين الكلام ده. ها? فاكر الكلام ده. لو هي عالحاجة كلها يبقى باخدوا الكويفيشنت عالي الباور. لان هي كده. هنا مثلا هي عالصاين كلها. يبقى عالتو عال اكس. يبقى دي كده. فور. اللي هي تو. باور فور. ايه سوري. تو باور تو. اوكي? انما لو كت عال اكس نفسها. خلاص هي عال اكس. مالاش علاقة بالكويفيشنت اللي هو الثو. زي تحت هنا. هي عال اكس بس. طب السري دي. مالاش علاقة. واحد يقولي طب مال اكس سكوير. كيو كيو. ايه برضو صح. تركيا. كم. الباور ده. هل هو عالحاجة كلها? ولا عال اكس نفسها? لأ هو هنا عالتان كلها. يبقى يتحطى عالكويفيشنت كمان. تبقى تو. باور تو. احسب دي بقى تطلع كام? ان شاء الله تطلع دي. في حاجة صعبة? يلا حبابي نشوف سؤال اتين. آآ خد بالك. السؤال ده ها? ها ها ها. بيجي دايما في الامتحانات. بيجي يديك كزا فونكشن. هو بيجيلك كلهم هم اربعة ها? هم. يعني هو عايز الوانتوان ولا لأ? ار وانتوان اكسيبت. معادة. يعني هو مديك فور فونكشنز اربع اختيارات. آآ الاربعة دول الفور فونكشنز دول. هو بيقول لك كلهم وانتوان معادة واحدة. يبقى انت عندك تلاتة وانتوان وواحدة لأ. فخلينا كده نجاوب ع السؤال الاهم. شيربو ايه? هو انت بتعرف من اين يا شيربو? ها? ها ها. لما تشوف فونكشن فلانية الجيبريكلي. آآ يعني تشوفها الجيبريكلي كده. مكتوبة يعني مش مرسومة. ها? طبعا لو مرسومة في اختبار الوانتوان. اللي هو ايه اختبار الوانتوان ده? اه اه. ان انا رسم خط هريزونتل. لو لقيت خط هريزونتل بيقطع اكتر من نقطة واحدة تبقى نوت وانتوان. لكن لو كل الخطوط الهريزونتل ما قطعتش غير نقطة واحدة او ما قطعتش حاجة خالص تبقى وانتوان. نرجع لسؤالنا. لو هي مكتوبة زي اللي اقصادي دول. اعرف منين? زي دي كده مكتوبة? اقول عليها دي وانتوان ولا مش وانتوان? ها? انا ما اقدرش اقول لك تعرف منين? ها? انها وانتوان. مش هعرف اقول لك انها وانتوان. لكن انا اقدر اقول لك انت تقدر تعرف منين? انها نوت وانتوان. ركز بقى معاك. نوت وانت وان وانت وان يا ايما يكون فيها ايفن باور يا ايما يكون فيها كوساين ايا كان اللي جواها يا ايما يكون فيها ابسلوت ايا كان اللي جواها بس صلاة النبي تاني شربو اعرف منين انها وان تو وان انا عايز بص 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 انا نتخيل دلوقتي ان في حوار بيني وبينك ماشي فبليز نفذ اللي انا هقوله بالحرف انت دلوقتي هتسألني سؤال وتقولي انا بعرف منين يا شربو انها وان تو وان سألني يلا ما عرفش ايه ده انا ما عرفش اعرف منين هي وان تو وان لكن انا اقدر اقولك انت تعرف منين انها مش وان تو وان ولو ما حصلش تبقى اكيد وان تو وان مش فاهم يعني انا لو بصتلي ملقيتش فيها وملقيتش فيها ولا لقيت يعني ولا دي ولا دي ولا دي دي وان تو وان دي مشكلة يا جماعة واحد دولي حتى لو فيها فراكشة او انا معاليش ان اقاسف يا جماعة انتم شايفيني بتكلم هندي اه او انا بتكلم هندي انا الله انا بقولك التلاتة دول هم اللي لو موجودين تبقى نوت وان تو وان. لو مش موجودين تبقى وان تو وان. في حاجة صعبة يا جماعة. طب لو فيها فراكشن. لو فيها ساين. اي حاجة موجودة هي وان تو وان ما فيش مشكلة. صلي بينا عالنبي. واحد يقول لي طب اش معنى دول? انا اقولك بقى اش معنى دول? هو يعني ايه وان تو وان? افكرك? نازل نفهم برضو احنا مش بهايو. انا بتكلم عن بعض الناس يعني. حضرتك دلوقتي فانكشن زي دي مسلا. واحد يقول لي شربوا دي واي ايكوال اكس سكوير دي فانكشن مشهورة. اه خلينا بقى في موضوعنا. وان تو وان معناها ايه? معناها ان الواي ما بتتكررش. قول تاني. الواي ايه? ما بتتكررش. ده معنى. بصتوا كده? اعمل خط هريزونتل. الخط هريزونتل ده عنده واي معينة. مسلا الواي هنا بفور. الفكرة انه قطع كام نقطة ادي واحد. عند الاكسب تو. وقدي التاني عند الاكسب نيجاتيف تو. فعلا. على فكرة مش بقولي مثال ده حقيقة. اه? جارة بتحط هنا الاكسب تو. هيطلع الواي بفور. جارة بتحط هنا الاكسب نيجاتيف تو. الاسكوير هيرغل نيجاتيف وتطلع بردك فور. فاصبح ان الواي اتكررت. فلو الاكسب تو او نيجاتيف. الواي حصل لها يا ابا. اتكررت مرتين. مش هتفرب بقى معاك كررات كمال مربوما لها اتكررت. يبقى دي كده? لا. نوت وانت وانت. يبقى اي. يعني ممكن راح ديقول لها مستر هو لو في ايفن باور. ليه ما بتبقاش وانت وانت? عشان الباور الايفن. بيشيل النيجاتيف وبيديك في الاخر نفس القيمة. هات اي رقم في الدنيا. نيجاتيف وان. والون. طبط له باور ايفن زي الفور. ده هيدي. وان. وده هيديك بردك وان. اديك نفس الواي. فالواي اتكررت. ده عشان خاطر الباور ايفن. في مشكلة يا صديقي? عشان حتة ده احتاجها كمان شوية. نفس الكلام في الكوساين. لو حطيت جوه الكوساين سيرتي ديجري. هيديك رقم. ولو حطيت جوه الكوساين نيجاتيف سيرتي. اهه. يديك نفس الرقم. كأنها باور ايفن. بيشيل النيجاتيف. وبردول ابسلوت. ايه? ما الابسلوت لما بتحط جوه رقم بوزيتف او بتحط نفس الرقم بس بالنيجاتيف هو كده كده. اهه. مش هيعتمد النيجاتيف. هيطلق اقولك في الحالتين نفس الرقم. عشان كده ما بتبقاش وان توان لان اي حاجة من التلاتة دول بتخلي الواي تتكرر. تبقى مش وان توان. لو ما فيش حاجة من التلاتة دول اقسم لك باللا وان توان. واحد يقول لها شربوا لحظة. لحظة بس عشان في حاجة مش فاهمها. انا اسف يا جماعة. ولو دي كده نوت وان توان. واحد يقول ليه. هي لو كونستانت الواي هتتكرر. احي. دي هتتكرر وتتكرر 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 وتتكرر. ت اديك مثال. الف constant equal three. يبقى عند الexib one الواي بسري ما الاف اوف اخت كأنها واي. لا. مش كأنها. الاف اف اخت اصلا اصلا هي دي الواي. هي دي الامج. طعا الف اخت بسري. ليه الواي يعني. لو الاكسب وان الواي بسري ولو الاكسب تو الواي بسري ولو الاكسب اي حاجة الواي بسري الواي سابتة دي اسمها كونستانت فونكشن الواي دايما بكام يا صديقي بسري فالواي مش بتتكرر دي فشختك ده مفيش غيرها دي عملت دي لوس نوت وان توان جدا بقى فهم حاجة طيب فانا اسف ان ننسيتها نرجع لموضانة اي حاجة من دول باستثناء الاخيرة دي اي حاجة من دول ما بتبقاش وان توان لان الواي بتاعتها بتتكرر عند البوزيتف وعند النيجاتف ها دي مش وان توان ده عشان وي بتفشخك اصلا ينفيش غيرها ها تعالا بقى نشوف يلا تعالا يلا نمسك واحدة واحدة نشوف وان توان ولا لا اول واحدة ها قول في ايفن باور ما حصلش في كوساين ما حصلش هل دي كونستانت واحدة اللي تم فيه هنا كونستانت ها ايه ايه انا ما قلتلكش في كونستانت انا بقولك كونستانت فانكشن يعني ما فيش غير رقم لكن هنا فيه فيه اكس يبقى دي كده ما فهاش اي حاجة تمنع انها تكون وان توان اذا دي وان توان ما فيش مشكلة يلا نشوف اللي بعدها اكس سكوير افوف اكس ايكوال اكس سكوير ركز بقى معايا ها هل في ايفن باور فهدي قولي ايه ايه دي اكس سكوير طبعا في ايفن باور يبقى دي وان توان ولا لأ دي نوت وان توان يبقى دي الاجابة لا هقولك بقى في مشكلة هي نوت وان توان بس انا لما جيت اخد الدومين بس بس لقيته بيقولك ان الفانكشن دي لما الاكس جريتر زين زيرو بس يعني خد البوزيتف بس فالسبب اللي انا فهمته لك اللي كان بيخلي الايفن باور نوت وان توان اللي هو ايه بقى اللي هو الوي بتتكرر عند الارقام النيجيتف والارقام البوزيتف لان الباور الايفن بيشيل النيجيتف بيلغيه هو لغى السبب ده هو قالك انا اصلا مش ااخد رقم نيجيتف انا بخصي ااخد البوزيتف وبالتالي دي اصبحت ايه بقى يا صديقي دي لوحدها كده من جريت دومين دي كده نوت وان توان عشان فيه اول ما حطلك هو الدومين بقت وان توان ها فيبت حاجة خطيرة مركز معايا يا ابني فاهم حاجة يا ابني ها بابا 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 الكلام ده برضو في الكوساين اه الكلام ده برضو في الابسلوت اه يعني لو ابسلوت اكس تبقى وان توان ولا مش وان توان اي حاجة من دول ابعد دي بس خليها لوحدها اي حاجة من التلاتة دول هي نوت وان توان الا لو هو ما خدش الدومين كله خد البوزيتف بس او خد النجاتف بس عادي برضو وان توان عادي امتى بقى تبقى نوت وان توان ما هي اصلا خد نفس كده ايه اللي بيخليك تقول انها من التلاتة دول نوت وان توان هي يعني ايه وان توان يعني الواي ما بتتكررش لو الواي تكرره تبقى مش وان توان فاي حاجة من التلاتة دول البوزيتف بتاعها زي النجاتف بتاعها فالواي هتتكرر انما انا جيت هنا قلت لك ما تاخدش النجاتف يبقى خلاص مش الواي مش هتتكرر ها ها هتتكرر ايه تبقى يا بتتكرر عند البوزيتف وعند النجاتف انا ماخدتش النجاتف يبقى الواي مش هتتكرر تبقى دي وان توان عادي هو بقى عايز اللي مش وانت وان فهكمل هنا فيه ابسلوت اكس تبقى دي نقط وانت وان يبقى دي الإجابة ولا مش إجابة المفروض دي كده الإجابة أهي ومع ذلك تعالوا نكمل فيه فراكشن هل فيه هنا باور ايفن؟ لا هل فيه هنا باور ايفن؟ لا فيه كوساين؟ لا فيه ابسلوت؟ لا هل هي كونستانت فونكشن؟ لا ده فيه اكس يبقى دي وانت وان فيه حاجة صعبة يلا حباب نشوف السؤال ده سؤال سازج وسهل ان شاء الله بيقولك عشان تجيبها اسمها ده اللي العكسية حتى بالعربي حضرتك كل اللي حتعمله هتبدل X بال-Y including and Y and Y وتجيب Y الجديدة في نحيا لوحدها بس كده هتبدل X بال-Y with Y being X وتجيب Y الجديدة في نحيا لوحدها يلا الف وف اكس دي كأنها واي كأنها مش كأنها هنسى بزعع لك من شوية هي أصلا واي قادي الفنكشن الأصلية اللي هي الواي بتاعتها اللي هي الف وف اكس وما أنا هبدل هشيل الاكس وحط واي والواي وحط اكس عشان نجيب الدلل عكسية فالواي الجديدة هتبقى هي الاف امبرس اللي هو عايزها أوكي يلا هنبدل هتشيل الواي دي تحط مكانها اكس وتشيل الاكس دي وتحط مكانها واي تبقى لاخس بتساوي 2 y minus 6 الواي دي ها ها مش الاولى الاولى دي الواي اللي هي الف الاصلية دي الاريجنال انما لما بدلت الاكس بالواي ديبقى دي الامبرس ديبقى دي الامبرس فونكشن فالواي الجديدة دي هي دي الاف امبرس اف اكس اللي هو طالبها كل اللي هتعمله انك تجيبها في ناحة الوحدة ازاي يا صديقي هتودي ده ناج بالمينس يلا هيبقى 2Y بX بلس 6 عشان اجيب الY لوحدها اللي هي الF inverse هاودي ال2 دي بالدفايد تتقسم على الX ولا على ال6 تتوزع فتبقى X over 2 أو half X بلس 6 over 2 أو 3 ايه حاجة صعبة ايه استفسار الY الجديدة دي هي الF inverse of X طيب يلا حبابين نشوف السؤال ده بيقولك مديك ومديك ومديك استنى استنى انت معك كم آنجل معايا اتنين يعني معايا كم فاكر معايا تلاتة اه مهما التلاتة معامل رد اتي انت لما تديني اتنين كده انت تدتني التلاتة مش كأنك ادتني التلاتة لأ انت كده بتديني التلاتة او عمره ما يدينك التلاتة كلهم خلاص يبقى انا كده من الاتنين دولي اعرفت ان مجر انجل سي وبرع عن هاندرد ايتي واشيل منها دي واشيل منها دي اجيب الباقي يبقى ماينس سيفينتي ماينس فوري هتطلع سيفينتي دي جري لحاجة صعبة لحد دلوقتي لأ اوه بيقولك انا عايز البي سمول هاديولي اشيربه اوه انا كده استخدم الساين رول ولا الكوساين رول اصلا ربانسة نفكرك انا مقدرش اقولك انت امتى بتستخدم الساين رول لكني اقدر اقولك انا امتى بستخدم الكوساين رول في حالتين وحالتين بس بستخدم فيهم الكوساين رول اذا في اي حالة غير الاتنين دول بستخدم الساين رول ايه بقى الحالتين اللي بستخدم فيهم الكوساين رول لو معاك الثلاث أطوال ومعاكش ولا أنجل ما حصلش ده أنا معاك طول واحد بص الحالة التانية لو معاك طولين والأنجل اللي ما بين اللي اتنين اللي معاك واحد إليه أشيربه أنا أصلا معاك طول واحد وحتى لو كان معاك طولين أنت مش كفاية ده لازم طولين وأنجل ومش أي أنجل ده لازم تكون الطولين والأنجل اللي ما بينهم يبقى ده ما حصلش يبقى كده أستخدم الساين رول الساين رول بيقولك اندي اي سمول? على صين اي. ايكولز بي سمول اللي هو عايزها يعني اه. على صين بي. ايكولز سي سمول اللي هي سيفن. على صين سي اللي انا جيبتها. ها 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 هامل كرس ملتبليكيشن هنا هجيب البي. تبقى البي عبارة عن سيفن ملتبلاي ساين هندر وان شاء الله تطلع الرقم ده. في حاجة صعبة? يلا حبابي سؤال سؤال اكتبع السؤال ده امتحان. ها ها عشان هتخش تلاقيه في الامتحان ان شاء الله. بص يا صديقي. بيقولك لما الاكس تندس تو انفينيتي. حططت لك هنا كونستان. حطط ايه? كونستان. وحطت هنا مقلوب الاكس او رقم على اكس مش هتفرض. لازم تفهم حاجة. ان مسلا ييجي يقولك ان الاكس تندس تو انفينيتي. يبقى الوان اوفر اكس تندس تو كام? ها ها. وان اوفر امفينيتي. فالدينيميناتور برقم كبير قوي. فكل ما الديناميناتور بيزيد. اقول لما نفسها بتقل. فمقلوب الامفينيتي هنا زيرو. فهم حاجة يا ابني? فدي اصلها فايف اوفر سيفن. باور وان اوفر اكس اللي هي تندس تو زيرو يبقى. فايف اوفر كام? سيفن? باور زيرو. واحد يقولي طيب. يمسك الكالكلياتور. عشان يحسن فاهم بورزيلو كام. طب ما اي حاجة بورزيلو كام. اي حاجة بورزيلو كام. في حاجة صعبة يا جماعة. طيب. امتى تطلع نيجاتيف? لو انا حطت لك نيجاتيف. مسلا وحطت لك هنا طيب مسلا. وحطت لك هنا وان اوفر اكس. وقلت لك ان انا عايز الليمت. لما الاكس تندس تكاه. فده كده بوان. ما هدولي اهو النيجاتيف داخل نيجاتيف وان. طب شربوا. لو انا كنت حطت النيجاتيف جوه. هاها. لا لو انت حطت النيجاتيف جوه كان هيبقى برضو ايه? وان. ليه بقى? انت ده بورزيلو. فاي حاجة بورزيلو بتقرب من الوان مش من النيجاتيف وان. النيجاتيف بس لو اتحطت جوه. في مشكلة يا جماعة? حاجة كمان. وبرضه عمرها ما تيجي كده لان دي اصلا ده اللي مترددة. انسى بس اللي انا قلت ناسف انا بعد تدرى اللي انا قلت من شوية. دي كده ده اللي مترددة. مش مهم. خلاص? خليها بقى في موضوعنا. لأ مش مترددة. لأ مترددة. على حسب الباور هنا. نرجع بقى تاني سؤال تاني. افرد ايه سري اوفر اكس. هي هي. بص. وان اوفر اكس بزيرو. سري اوفر اكس. بزيرو. اي رقم اوفر اكس. تاني ستو ايه? زيرو. في حاجة صعبة? الرقم ده بوزتيف. الرقم ده نيجاتف تاني ستو ايه? زيرو. ها ها? اوكي? طيب يا الحبابي نشوف السؤال ده. بيقولك ايفهم اديك اكويجن? زين الاكس بكام? اكويجن وعيزنا حلها عندي طريقة بالتلازينة. اللي هي ايه بقى? ان اخد كل اكس من الاربعة في الاختيارات? وجرّبها. لو طلعت بتحقق المعادلة وبتخلي الناحية دي قد الناحية دي? فعلا? اها? يبقى فعل اكس دي صح. طيب لو متلعتش بتحققها يبقى الاآكس دي غلص. هامسك الناين. حط الاآكس دي كام? by not. والاآكس دي كام? by not. احسب الناحية الشمال لما هزا. لو طلعت الناحية الشمال by not. اختارها, ما طلعتش خد دي جربها طلعت اخترح ما طلعتش جرب دي جرب دي وهكذا فانت لو عدتك جرب دلوقتي هتلاقي ان الاكس اللي اتحقق المعادلة يعني ايه اتحقق المعادلة يعني اتخالي الناحيتين قد بعض فعلا ده معنى كلمة اتحقق المعادلة اوكي بس انا عايز احلها بطريقة صينتيفك حلو جدا المعادلة دي كانت من النوع بتاع الكومن فاكتور لو تفتكن ما هو الاكسو فونينشل انا كنت مقسمها لك انواع فدي نوع الكومن فاكتور نفس البيز ونفس الاكس فاخد السري باور اكس كومن فاكتور لما اخد السري باور اكس كومن فاكتور يبقى هنا سري باور وان بلس سري باور نيجاتيب وان سري باور وان بلس سري باور نيجاتيب وان وهي دولي اتحقق المتنسيب تكتب وان يا ابني ده نقطع اي دي ولا نكتب حاجة زي كده معي سري باور وان بوان ايه? انا اسف يقطعني 3 power 1 ب3 انا اسف اوكي? equals 90 همودي ده كده بالdivided يبقى 3 power x ب90 over 3 plus 3 power negative 1 او 1 over 3 ده يطلع بكام لحظة? 90 over 3 plus 3 power negative 1 27 يبقى 3 power x السؤال دلوقتي عن ال power ازاي يجيب ال power لو السؤال عن ال power استخدم هروح حسب لوجاريزم تطلع 3 في حاجة صعبة? في حاجة مهمة جدا لو حد بياخد معي من اول التر هيه لك ايه ده طب بيشربوا من الاول خالص لما انا ممكن احلل المعادلات دي بنجرب الاربع اختيارات ثم قال انت دخلتني في مواويل ولوجاريزم وفك اللوج وانواع وكمان فاكتور وفاكتوريزيشن طب ليه لما انا ممكن في اللهاية ها احلها بالتجربة اسأل السؤال تاني ها عشان تتعلم او انت افرق معاك الامتحان ايه 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 انت قلت لو دخلت الامتحان قفلت ها ايه اللي هيحصل ها انت تفاكر انك كده اصبحت بني ادم كويس اطلاقا هل اللي جاية بدرجة اعلى من التاني افضل من التاني مش حقيقة حتى فاهم حاجة يا معاك الافضل هو الانسان الكويس اه الافضل هو الانسان اللي متعلم صح الافضل هو الانسان اللي بيفهم يالا نكمل يالا حباب نشوف السؤال ده اه بيقولك لما طبعا واحد يقول لي مشتر انت هتعمل ايه في الكوسيك هتنزلها تحت مقلوب الصين اه يعني هي سبحان الله ايش هده ولا نفس المعنى ما هي المعنى مقلوب ان هي كده واحد يقول ليش انت هتعمل كده يبقى انا كده اه ليه فكرت في الطريقة دي فكرت ما هو اصلا انت بتعرفش حل الليمت فيها سيك او كوسيك او كوتان يعني لو سيك او كوسيك او كوتان كده كده هقلبهم انا مش بعرف حل الليمت فيها كوسيك طب السريكس فوق وهتفضل فوق انت عارف له جيب بعد ربعين سنة اه هتلاقي فوق باربع ايه فوق كده كده الكوسيك دي بقى مقلوب الصين فتبقى صين هي كوسيك تو اكس يبقى صين تو اكس طبعا بمجرد النظر باخد الكوفيشنط على الكوفيشنط من القانون هتطلع سري اوبر تو واحد يقول لي انا ما لقيتش سري اوبر تو اخترته اوبر سري بيجي واحد يقول لي كاميستر انت ليه بتعط تشتمنى وتتريقه عليا يعني ما فيه ناس بتعمل كده او والله والله فيه ناس بتعمل كده يعني هي طلع سري اوبر تو يالك يمكن انا فاهم حاجة مع ان سري اوبر تو ليه واحد ونص حد فاهم حاجة يا مرح حد والله العظيم اقسم بالله هيناء على دلوقتي باكمل الفيديو عشان فيه ناس بتعمل كده وفي الاخر انت انت بتلومني وتقول ان انا عليه لأدب ما لكن ما بتسيب بتسيب الناس الوزخة وتسيب الناس مثلا سكوير يروح كاتب كده ايه ده ايه ده طيب اسف يا جماعة جدا انا على مفعالي فعالي نكمل يالله انا هادي اهو بيش اي مشكلة بيقولك يعني الار اللي هو الار يا سبحان الله اللي احنا مااخدناش غيرها اللي اش اقبطت عليها دي اوكي ماشي اف سايد كزا فانا معلش اسف يا جماعة انت مبتعملش واحد بهين يعني انا حلتها بدمي بديك سايد لينس يبقى سايد لينس بيساوي سايد لينس بيساوي سايد لينس ايه ايه ده ده اتناب ده ولا جناس ولا بش عم بيسيبه في العربي مهمة سايد بعض سايد بعض سايد بعض بيساوي انت بتتكلم في ايه هو فيبقى كل انجل سيكس دي جري مهمة كلهم مية وتمانين بيتقسمها عالتلاتة فهتستخدم السايد رول السايد رول بيقولك السايد على سايد الانجل اللي قصده طب انا سايد في التلاتة يا ابني자는 همarette ات لاتة قد بعض try to receive الانجل اللي قصده لاتك سيكس دي جري بيساوي الثاني بص enfrent تلاتة قد بعض في الشعب ده فالنهاية بيساوي دبل Ar fin mechanism بتاع هاودي يعني ساين 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 ديفايد ديفايد ايه لما اعمل ديفايد احط احط التو فوق ولا تحت تحت منتقسم عليها تعبيت ولا ايه ايه حاجة صعبة يلا حبابي نشوف سؤال طبعا رقم بسهل جدا ان انا اخد رقم قريب من سري اللي هي الاكس تندس ديها اللي هو مسلا سري بوينت زيرو 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 اه ثلاثة صفار واحد احطها هنا وهنا واكتب ده هيديك رقم قريب جدا 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 من الانصر الصح يه حاجة صعبة لكن مع ذلك تعال انحل المسألة بالطريقة العادية واحد يقول لها شربوا انا عشان احلها بالطريقة العادية انا فاكر انت قلت ان احنا اما اه اما بضرب في كونجيجيت بس ده لو في روت قلتها مرتين في مسألتين في نفس اللي بتحاني النهاردة وقلت لك ده ما فيش روت اهو هنا بقى في روت فانت هتمسك الروت اللي فوق ده وهتضرب فوق وتحت في كونجيجيتو كونجيجيتو يعني بكتب هو زي ما هو بس بغير اشارة اللي في النص ما بين الروت والرقم اللي جعل بقى اوكي بدل ماينوس تو بكت بلاس تو طب وهنا نفس الكلاه عشان تبقى في بيتها ما ينفعش غير حالي بضرب فوق وتحت في ايه في كونجيجيتو فالله هيحصل ايه ركز معايا بقى الاتنين اللي فوق هيتضربوا في بعض هاها تمالكين اللي تحت هيتضربوا في بعض سبحان الله ايه بس في فرق يا صديقي ايه الاتنين اللي فوق لما هيتضربوا في بعض دول كونجيجيتو بيتفكوا لكن الاتنين اللي تحت دول مش كونجيجيتو فمش هيتفكوا هيفضل كل واحد لما اغزف براكدو شوف اللي هيحصل يلا اضرب الاتنين اللي فوق في بعض فكت الكنجيجيت فرست سكوير ها ماينوس سكند سكوير يبقى اعمل ايه اكس بلاس ون شربو انت تنسيت تحط سكوير لا انا حطيت سكوير بس السكوير شال الروت يجي واحد حمار يقول له الله مش احنا لما بنعمل سكوير للروت بيبقى أبسليت لا العكس لما بتعمل الروت للسكوير يبقى أبسليوت لكن هلا لا اوكي يلا فرس سكوير مينس فكر كنت معامل مينس كده اياب سكين ده سكوير يعني مينس فور على لا دي مرهش فكر اكس ماينس سري في براكتتها في براكتها ورود إكس بلاس واحد ها باستو في براكتت اختصر اللي فوق إكس بلاس one مينس فور يبقىcially هتلاق editors هتلاق فيه يبقى one over ده اول ما حاجة من فوق تكنسل حاجة من تحت فكر ها 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 عود على ضمانتي اول ما عود من فوق تكنسل ر 묻نا ده عود ايه على ضمانتي فيبقى one over اعود بقى روت الاكسب كان بسري يبقى روت فور فلس تو يعني وان اوفر فور صحة كده للا حبابين شوف السؤال ده بقول لك يعني اكبر عايز اكبر انجل خلينا افكرك بحاجة لو انت حضرت الريفجن معي هتفتكر جملة شهيرة كنت بقولها الانجلز والصيدز اللي اقصدها بينهم ريليشن لكن الانجلز انا اسف الانجلز صين الانجلز والصيدز اللي اقصدها بينهم تعال افاهمك الفرد ارسم الترانجل اللي هو بيتكلم عنه دي معلومة بس يعني انا قلت ايه بحب انا بحب اشرح بس ادي يا سيدي ده سري طوله طلاتة وفيه طوله خمسة وفيه الاخير طوله سبع فده قصده انجل وده قصده انجل فهو بيقولك إيه بقى ان في ريليشن علاقة بتربط الانجل بالطول اللي اقصدها الانجل بالطول اللي اقصدها علاقة بتربطهم ببعض مش يعني ايه proportional بقى لأ proportional يعني ده على ده بيسوي ده على ده بيسوي ده على ده ال proportional اللي هنا حاصل زي sign rule او هو sign rule ما بين side length و sign angle اللي اقصاده فنقدر نقول ان الطول بين وبين sign angle اللي اقصاده proportional اللي هو sign rule لكن ال angle والside بينهم علاقة ايه هي العلاقة نكز معي افكرك ادي يا صديقي اعتبر ان كاف في ايدي ده وكاف في ايدي التاني هما two sides of triangle طب فين يا شربو البيز فين side التالت تخيالوا انت بقى انا ما انا عنديش غر ادين اعمل ايه يعني تخيال انت التالت شوف بقى ال angle دي كل ما ال angle توسع لازم side اللي اقصادها يطول هي دي العلاقة اللي بتربطهم ببعض لازم كل ما ال angle تزيد side اللي اقصادها يطول طب لو ال angle صغرت بص side عمال يقصر 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 فيمتا حاجة دي العلاقة عايز توصل لايه عايز اوصل ان اطول واحد في التلاتة اصاده اكبر angle في التلاتة واقصر واحد اصاده اصغر angle في حاجة تخيال السيتا دي لما ال angle دي تزيد هالي ينفع ده يفضل 7 موانتا دي لما تزيد دول بيبعدوا عن بعض كده فلازم ده يطول فيمتا حاجة فاطول side اصاده اكبر angle واقبر angle اصادها اطول side هو معاكد three sides يقول لك انا عايز اكبر angle اللي هي اعني angle دي طب اجيبها ازاي دي يا مستر؟ الكوسين رود مش احنا قلنا الكوسين رود بنستخدمه لو معاكد تلات اطول طيب مش هكتب القانون او اي حاجة الكوسين رود لو بعرف اجيب منه كوسين ال angle سيتا اقول لك القانون بيقول ايه ده بلاص ده سكوير مينس ده سكوير علي انا تاني 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 انت احلام دي اعمل ده سكوير ده سكوير ده لي اقصدها علي ايه ثرب ده من غير سكوير يعني ايه سترك رود يعليم ايه fuelsكوير بلاص هاة find square مينس سيفن سكوير ها هاديك الكوساين لحظة حسبها عشان بحيب بحس ان انا حلت صحة بفرح ها ها هطلع نيجاتف هاو يبقى الانجل بكام شفت كوساين نيجاتف هاو هتطلع هندرت ويني في اي حاجة صعبة يلا حبابي كده نشوف السؤال الاول في الاساي انت هيجي لك خمس اسئلة ان شاء الله كانوا زمان اتنين كانوا زمان اربعة كانوا زمان كامل اشفاكر كانوا زمان اتنين بقى خمسة بيقول لك لازم هيجي لك سؤال زي ده يقول لك ارسم لي الكيرف ده ويديك فانكشن ويقول لك ارسمها لي وبعد ما ترسمها هتلي بقى الدومين الرينج المنطني ايه المنطني دي؟ يعني هي بتزيد امتى وبتقل امتى؟ اللي احنا اصلا حافظينها يعني لو تفتكر رسمة الابسلوت بتبقى عاملة كده لو هي وكده تحت لو هي ايه؟ لو هي كده بتبقى الاول بعدين لحد لحد الفيرتكس فاكر الكلام ده ومع ذلك تعالى نرسمها ونعمل نفسنا بدقيه بنستنتج ده من الرسمة رسمة الابسلوت هناك كيان positive يبقى الرسمة هتبقى سبعة لفوق كده فضلنا نجيب الفيرتكس point عشان نجيب الفيرتكس ها؟ هخش جوه الكيان اساويب زيلو تطلع لإكس بتو هاخرج من الكيان واسيب الترم بتاقي الكيان ده كله في انا free term؟ اه بسري يبقى دي رسمة الابسلوت الفيرتكس بتاعها تو وثري فما تيجي ترسمها طبعا بما ان الانتحان اساوي لازم ترسمها رسمة حلوة كده ازاي بقى؟ لا انت مش داخل فرون جميلة تو وثري فهتعمل ايه؟ تو وثري يبقى الpoint فين؟ هنا وزيادة تأكيد اكتب له كده تو وثري هل الراسمة اللي انا رسمها دي صح؟ اه بنسبة كم في المية؟ مية في المية يروح ديولك بس انا حاسس ان السري فوق ويجيب مصطرة تدخل فرون جميع ايه الموحن ده؟ مش عايزين عبط بقى جماعة مش عايزين عبط بخلاص ايه دي رسمة حلوة كده المهم ببين ان ده الفيرتكسل ايه مشكلة؟ تعالا بقى نجيب يلا الانج والانج 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 والدكريز هو مش طالب الانج هجيبه الانج والانج والمناطني يعني هي انكريز ان واكتب الانترفل ودكريز الTO اللي هو قيم ال-T طبعا R كلها انت مشيت شمال مشيت يمين انت ال-R كلها معك يبقى كل الاعداد تمام عايزين نجيب الرنج الرنج اللي هو قيم ال-Y طبعا نبدأ من اين؟ هتلاقي ان انت بقىاد امن اين؟ من السري وواخدها يعني تبقى يبقى من السري طبعا دي و ده تبقى نجيب طبعا انت عارف انها في الفترة الاولانية من نيجة الانفينيتي لحد التو بتقل طبعا انا الطبيعي ان انا مامشي من الشمال اليمين انا ايه طبعا ان انا اتكلم في حاجة زي كده الحاجات دي انت مفروض انك راضعها خلاص? وانت ماشي كده بتقل بعد كده من التو لحد الانفينيتي بدأت تزيد يبقى هي من التو للانفينيتي ودكريز من النيجة الانفينيتي من البداية للتو طبعا هنه عارفين يا جماعة الصغير بيتكتب الاول حاجة كمان دايما في الانفينيتي كل الانفينيتي يلا حباها بنشوف السؤال التاني في الاسيب هاجيب لك سؤال زي ده كده بيقول لك ال if of x لما ال extend to 4 مثلا ويديك بيس وايز فانكشن يعني بيس وايز يعني فانكشن ليه اكتر من زي دي يعني الفانكشن دي ليه ها ديفينيشن قبل الفور وديفينيشن ثاني بعد الفور. فبتيجي هنا. ادي الديفنيشن الاولاني. يمين الفور يعني اكبر منه. و ادي الديفنيشن التاني الشمال الفور يعني اقل منه. فبيقولك قولي هو فيها او لها لمت ولا لأ. فحضرتك كده بتحسب لمتين. لمت من الشمال ولمت من يمين. فاكر الكلام ده? اها. هتحسب الليمت من الشمال. يعني لمت عند الفور ماينس. وهتحسب الليمت من مين? يعني الليمت لما الفور بلس. يعني انت اكبر منه شوية. ايه الف فور ماينس وفيره يعني الليمت لما الاكس تندس للفور ماينس. وهنا لما الاكس تندس للفور بلس. واحد يقول له انا مش فاهم ايه فور ماينس. انت عبيطي يعني مش عارف المعضوبات ده. يعني ازاي مفروض تبقى عارفها? راجع. روح راجع. ايه المهم? الفور ماينس والفور بلس والكلام ده كله? ها? هو ما بيفرقش انت كاكيا بتقرب من الفور. بس الفور ماينس انت اقل منها. يعني انت بتاخد لمت لدي. الفونكشن اللي هي كام? تو اكس ماينس فاين. وهنا انت بتاخد لمت لمين? لدي. اللي هي اكس سكوير ماينس فايف اكس بلس فور. وهنا اكس ماينس فاين. شوف بقى. والله لو حسابة الليمت ايه? الليمتين دول. الليمت من يمين والليمت من الشمال. اه ها? لو طلعه اقد بعض. يبقى الفونكشن هاز اليمت. شوف الرقم كام هو ده الليمت. انما لو طلع هنا رقم وهنا رقم مختلف. يبقى الفونكشن هاز نو ليمت. في حاجة صعبة? يلا نحسب الليمت. دي ما فيهاش اي مشكلة هتعوض على اكس بفور. تو باي فور بيت ماينس فايف بسري. هاش اي مشكلة? دي هعمل لها هعمل دي هتبقى اكس. ايه اللي اكس ماينس فايف دي? ها? يدي مح있 محتاجة فاكتور ايز ايه دي غلطة? لحزة كده يا جمعا. يدي مح falta احسابه انا عايز اعرف ليه بقى مش محتاجة فاكتور ايز ايشان اصلا ازليلوا فاكتور بايكس ماينس فور. انا عايز افهم يعني اه. وان ماينس فايف فور. لو عملت دي هتبقى اكس ماينس فور واكس ماينس يبقى دي اصطر مكتوبة غلط دي اكيد دي اكسا ماينس فور فالسؤال كده مكتوب غلط. خلاص يا جماعة? السؤال بس مكتوب غلط. ماشي? ها? لما عملت فاكتوراي ازاي دي طالت اكسا ماينس فور واكسا ماينس وان. وفي تحت اكسا ماينس فور بيو بيو يبقى اكسا ماينس وان. او بقى عن ال اكس بكام? فور. يبقى فور ماينس وان يعني سري. طالع تاني دي بتساوي دي. هتكتب له كده. سنس سنس. عشان ده ايساي بقى. الاساية لازم تكتب فيه. سنس. ذات. سنس ايبقى ان اف اف فور ماينس ايكوال. اف اف فور بلس ايكوال سري. ذن. ده معنا ايبقى ان اف اف اكس. لما الاكس سندس تو فور. في سري. في حاجة صعبة? ها? يلا حابب نشوف السؤال التالت في الاساية. السؤال ده برضو من الاسئلة الشائعة اللي دايما بتيجي. بيديك فانكشن بيس وايز. بس هست سري ديفنيشن. واحد قبل النجا تف تو. واحد بين النجا تف تو الفايف. واحد بعد سوري الفايف. وقولك انها كنتينيوس عند دي. هو ليه بيقول كده? هو مفروض يجي يقولك كنتينيوس ات او اين بقى. كنتينيوس اين ار. كنتينيوس عند الار كلها. فطبعا ده شامل النجا تف تو الفايف. يعني هي كنتينيوس. معنى انها كنتينيوس ان الليمت ايز اجزيست. ده مش كده. وبس ده كمان كنتينيوس. يعني ايه بقى يا صديقي? تعال اقولك. ده سؤال من اسئلة الشائعة. معنى حكت ايه? معنى من هنا انك عرفت ان الليمت. هو هو الليمت. ايه ده يا جماعة? اهه. الاتنين دول بيساوي بعض. ده مش بس كده. ده كمان الليمت. عند الفايف بلس. بيساوي الليمت عند الفايف مينس. شير بنا اطلق بطة. ممكن تفاهمني بالراحة? حاضر. النيجاتف تو موجودة فين وفين? تعال انشوف. النيجاتف تو موجودة هنا? عند دي. وبردك موجودة هنا? عند دي. يبقى لازم لو عوضت عن ال اكس بنيجاتف تو او لو حسب. يالحبا نشوف السؤال الرابع في الاساي. هو بيقول لك. دي. is one to one function. one to one function. طبعا انا عارف هنا مفيش 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 ودي مش كونة. ازا دي. one to one function. بس هو بيقول لك اثبتها. مركز معي. طيب. عشان اثبت انها one to one لازم تفاهم بغضى نظر عن المسألة. اثبت انها one to one. بتبدأ بايه? ان الواي ما ينفعش تتكرر. فعشان تثبتها. هتقول له انه لو الف اوف ايه? بيساوي الف اوف بي. يبقى لازم الا بتساوي البي. والله بقى الحشو اللي في النص هنا احشي براحتك. المهم انك تعمل كده. تاني. مش انت عايز اني تثبت لك انها one to one? واحد دول يا مصر بس انا مش قوي في الاسبات. قصة انا خجول شوية في الاسباتات. احا. شمون? انت المهم انك تبدأ بدي بص يعني انا هبدأ كده هون. let. اف اوف ايه? ايكوالز اف اوف بي. ولازم في النهاية اوصل ان ازم في الاخر الايه ايكوالز بي. والله ايه وانا بعملها في النص عارفت عاملها عارفت ما عارفتش هكتبها برضا. كأني عملتها. في حاجة صعبة? تعال بقى نكتب يلا اللي في النص. هات ال اف اوف ايه? عشان تجيب ال اف اوف ايه? هتحط بدل ال اكس دي هنا تحط ايه? هتبقى ايه? فاور سري لس تو ايكوال. هات ال اف اوف بي. هاها. وانت هتحط مكان ال اكس بي. تبقى بي باور سري لس تو. هتيجي هنا هتلاقي التو. كامسلة التو. زود خطوات. يبقى ايه باور سري ايكوال بي باور سري. هتاخد كيوب كروت للتين. هاها. تبدأ تلات صحة بجرم اقصد. طيب الا كسبة انها ايفن. هتقول ان ال اف اوف ايكس. بتساوي ايف اوف اوف ايف اوف ايف. طيب الا كسبة انها ا sty Reserve. تقول ان ال ايف اوف اقاكس. بتساوي ايف اوف ايف اوف ايف اوف اكس. عرفت إزاي معقولك مالك برضو عرفت كيف اعمالها. معرفتش ده باور دول اسهل بكتير. اللي فيها ساعات افكار صعبة. لكن هو كبروف. والله نفع نفع منفع. واحد يولي تبا هو ممكن ينقصني. نقصك على ايه? هو مش عايزك تثبتها. هو عايزك تبقى فاهم التعريف بتاع الوان توان فانكشن. ايه مشكلة? يلا حبيب نشوف السؤال الخامس والاخير في الامتحان. والخامس في الاسية. اوكي? بيقولك ايه? ايه بي سي دي از اكوادراترال. وبنديك المواصفات بتاعته والرأس مقصادك ايه? طبعا السؤال ده مشهور حلناه قبل كده كزا مرة. ومع ذلك ده يسحلينه في يعني. ماشي? سؤال حلو يعني. تعال بس نشوف هو عايز ايه? عشان نحله تاني كيان انا بنش احمل اوه. كل المعلومات اللي فاتت هو راسين انا قريدي فانا مش محتاج اقراها. خبا بيقولك انا عايز بتاعت الترانجل. ايه? دي سي. يبقى الترانجل الاحمر ده هو بتاعي اللي انا هخش اشوف استخدم الساين رول ولا استخدم الكوسين رول وخلاص ولا اعمل ايه? هنشوف بقى. خلاص? طيب. اول حاجة كده بما ان دي تبقى دي تن. قولي بقى من الترانجل الاحمر ده. تستخدم ساين رول لكوسين رول. واحد يقول لها شيربو استنى. وانت قلتلي ان انا بستخدم الاول الكوسين رول في حالة من حالتين. ما حصلوش بستخدم الساين رول. فكرني بالحالتين. اللي بستخدم فيهم الكوسين رول. اه. اول حاجة لو معي التلات اطوال. لا هنا ما حصلش. انا معي طول ودي التاني. معي طولين. تاني حالة بتستخدم فيها الكوسين رول. لو معك طولين والانجل اللي ما بينهم. وده اللي حصل وراي اهو. بص كده. انا معي دي ودي والانجل بينهم سكستي. فاقدر من الكوسين رول اجيب الساين اللي واقصدها. ده. اه. اه. من كوسين رول. فهعمل كده. واحد قولي بس ده هو عايز الراديوس متاع السركة karate. والراديوس متاع السركة السريكون الاساسا ما بيتجابش غير مساين رول. انا عارب. معي انا هجيب الاول اسمح. هجيب الا اول من الكوسين رول الساين التالت. بعدين استخدم ساين رول عشان نجيب الرديوس. لان انا دلوقتي ماقدرش استخدم الساين رول وانحن عندما عارفنا روت او ده سكوير بيساوي فانا هاخد روت على طول ها ده سكوير بلاس ده سكوير تن سكوير بلاس فايف سكوير مينس تو دف دف كوسين اللي ما بينهم بيبقى تو باي تن باي باي كوسين سكستي شبه قانون رزالتانت بس دي مش بلاس دي مينس هحسب ال اديل تمان شوانا ما جيب الكالكولياتور بعدين هارجى هستخدم الساين رول بقى هقول ان ال اديل اللي انا لسه جايبها دي ان شاء الله على ساين اللي اقصادها اللي هي ساين سكستي ده على ده بيساوي ده على ده بيساوي في الاخر عشان اجيب الار اللي انا عايز هو عايز الاريا انا محتاج الريديوس تعالى بقى يا الله يا صديقي نطلع ارقام روت تين سكوير مينس لا سوري بلاس فايف سكوير مينس تو باي تن باي فايف باي كوسين سكستي ده هيطلع فايف روت ثري طيب هتحسب هنا ده فايف روت ثري يبقى الارب كام هوادي التوب تلاتة الارب فايف يبقى الاريا باي ار سكوير ايكوال 25 باي سنتيميتر سكوير في حاجة صعبة اما حاجة كل الروز اللي موجودة قصادك لازم تتكتب عشان السؤال اي سي طيب احنا الحمدلله خلصنا اول امتحان بليس يا جماعة هنروح نحله لوحدنا لازم 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 الامتحان ده تحله كامل لوحدنا حابب انبعك على حاجة انا هتطلق خمس امتحانات ومأكد عليك في الميكانيكس وفي المات ايا كان انت شفت قالي الاول مأكد عليك ان الخمس امتحانات لازم يتحلوا لان الخمس امتحانات دول هم اللي في الغالب هتيجي تلاقي الافكار تبانين تسئين في المائة من الامتحان من الامتحانات دي ده مش معناه ان انا معناه ان انا بدي امتحان ولا معناه اي حاجة عشان الناس بتقول كده كل سنة حتى في قدسة اقولك ده بيدي الامتحان ليه؟ اصل المراجعات بتاعته بيجي منها الامتحانات ايه؟ طب ما دي ما هو المنهج اه؟ انا بشخ المنهج فالمنهج جي منه الامتحان ايه العباد ده؟ حلها ها؟ اشتركوا في القناة